ازاكم يا شباب عاملين ايه؟ يارب تكونوا كويسين معاكم مستر احمد السستر مستر ايسان والنهاردة ان شاء الله هنكمل بارت 2 في الهومرك بتاع كرشوف اخر مرة كنا وافين عند سؤال رقم 25 في الميديوم نكمل بقى من اول سؤال رقم 26 انا بيقولك طب بعيدا عن الpower دلوقتي انت لازم الاول تجيب ال current اللي موجود في السيركيت يعني احنا محتاجين نجيب i1 وi2 وi3 يعني احنا في الاول نشتغل مسألتنا عادي جدا بعد كده نشوف قصة بتاعت الpower دي طبعا حضرتك فهم لو ال current بتاعك طلع بالpostive يبقى ال direction صح لو طلع بالnegative يبقى انت عليزم تعمل reverse لل direction ماشي عشان موضوع ده هيفرق معنا دلوقتي اول حاجة هعمله هقوله والله ان انا عندي نود ادي النود اهيه داخل لها من هنا كده اي كام اي 1 وداخل لها من هنا كام اي 2 وخارج كام خارج اي 3 اهي اي 3 اللي تحت فبالتالي اقول ان اي 1 plus i2 equal to i3 يعني لو دخلت i3 الجوه يبقى اي 1 plus خلينا بس نكتبها الفوق هنا كده عشان خاطر ايه يبقى زبطنا الاقوشن الاولى اي 1 plus مين plus ال i2 minus ال i3 equal to 0 بعد كده نبدأ ناخد لوب لوب هاخد اللوب الاولانية دي لناحية الشمال بالمنظر ده نلف كلوك ولا نلف انتي والله العظيم ما فرق تعالا معيات لف كلوك يبقى الحاجة خبطت فيها ناجاتف 10 بعد كده plus minus يبقى plus العشرة في ال i1 بعد كده plus minus يبقى plus ال 40 في ال i3 كلام ده كده كله بيساوي 0 عايزين نزبط الاقوشن يبقى 10 i1 10 i1 بعد كده ما فيش i2 وعندي plus 40 i3 equal هنودي الناجاتف تاني ناحية تانية تبقى بال plus تبقى plus 10 تعالي بعد كده ناخد لوب تانية تعالي مثلا ناخد اللوب دي اهو بالمنظر ده عملها لك باللون البنفسجي حلو نلف عن تك لوكواز المرة دي يبقى كام يبقى negative 20 بعد كده plus minus يبقى plus 20 في الكام في ال i2 بعد كده جيناهو يبقى plus كام plus 40 في ال i3 كلام ده كده كله بيساوي 0 هنزبط الاقوشن ونحطاه هنا هل عندي في الاقوشن دي i1 لا هل عندي i2 اهو 20 i2 بعد كده plus 40 i3 كلام ده كده كله بيساوي 20 كام ايكوشن دول ادي واحدة ادي التانية وادي التالت هندخل ال 3 ايكوشن دولة على الكالكوليتر عشان نطلع i1 بكام ونطلع i2 بكام ونطلع i3 بكام بس زي ما اتفقنا لو الرقم بتاع تلعب البوستيف يبقى كده ال direction بتاعة ال current مزبوطة انما لو الرقم تلعب ال negative يبقى كده direction المفروض تبقى ايه تبقى تمام ندخل بقى الكلام ده دلوقتي على الكالكوليتر ونشوف ايلا هيحصل طبعا كالعادة الكالكوليتر بتاعتي اهيه هدوس على كلمة بعد كده وابدأ احط تاعة فاول حاجة هنا هتكون واحد بعد كده هيكون واحد بعد كده بعد كده الرقم اللي هناك ده وانزل الساطرة اللي بعديه ال اي وان هتبقى باستف تن ال اي تو مش موجودة هيبقى بزيرو اكول ال اي ثري هتبقى بفورتي وبعد كده الرقم اللي هناك بعشر تنزل الساطرة اللي بعده والمنظر ده هنا مفيش اي وان يبقى بزيرو ال اي تو هنا بتوينتي وال اي ثري بكام بفورتي واخيرا تكتب ال توينتي واندوس ايكول واندوس ايكول ماشي يبقى كده اول قيمة تلعيت لي هيا مين هي ال اي واحد تلعت بكم شايف تلعت بناجتف سبن ناجتف وان وفر سبن يبقى طرمه تلعت بالناجتف يبقى انا كده مضطرة اننا نعمل ريفيروس للدريكشن بتاعها بعد كده ادي ال اي تو تلعت بثري اوفر سبن وال اي ثري تلعت بثو اوفر سبن تماما يا شباب طيب فاحنا كده يا شباب بعد ما شفت الكالكوليتر خلاص طلعنا value بتاعت i1 negative 1 over 7 ampere طلعنا value بتاعت i2 كانت ب3 over 7 ampere واخيرا ال i3 كانت ب2 over 7 ampere الحمد لله احنا كده جبنا value بتاعة كل الكارنت بس خلي بالك ان i1 ده طلع بالناجاتف عارف يعني ايه طلع بالناجاتف ايب احنا كده مفروض نعكس ال direction بتاعه مفروض نعمل ايه نعكس ال direction تعال بقى ناجي على المسألة تاني ونشوف الوضع هيبقى عمل ازاي يبقى لأي واحد اللي هو ده كده اهو المفروض نعكس ال direction بتاعه يعني نخلي direction بتاعه عامل كده بالمنظر ده عشان يكون داخل لايه للبطارية يبقى الكارنت اللي اسمه اي واحد ماله داخل جوه كده للبطارية الكارنت اللي اسمه i3 عادي ماشي كده والكرنت اللي اسمه i2 خارج من فين خارج من البطارية ماشي تعال بقى نشوف هو كان عايز ايه في المسألة هو كان بيسألك عن حاجة اسمها the power consumed وسريعا كده للي ما يعرفش على جنب لازم يبقى عندك معلومة ان ال power ايه الخط ده ان ال power consume ده في السيركت لازم يكون بيساوي ال power ايه ال power delivered ايوا جبت القانون ده منين بمنطقة البساطة low of conservation of energy energy is neither created nor destroyed يعني لازم الطاقة والpower اللي انت هتخرجه من السورس من البطارية يبقى قد الطاقة اللي انت استهلكتها في السيركت بتاعتك طب الكلام ده كان سهل في اومز لو طب المرة دي فكر شوفه فيه كذا بطارية هتعمل ايه هتشوف والله البطاريات اللي بتعمل lose والبطاريات اللي هتعمل gain طب هعرف ازاي عن طريق اتجاه الكارنت عشان كده انا كنت بنبه في اول المسألة ان احنا نبقى واضين بالنا كويس جدا من ال direction بتاعت الكارنت يبقى انت اللي عايز تحسب ال power consumed هتشوف مين اللي في السيركت اللي ضيع ال power طبعا اللي في السيركت وضيع ال power هتلاقي مسلا عندك ال i squared في ال r i squared في ال r على حسب بقى عندك cam resistance تمام زائد مين زائد ال i في ال vb بتاعت البطارية الايه بتاعت البطارية gain بتاعت البطارية الغلبانة اللي داخل لها كهرباء لان دي كده تعتبر بتعمل ايه بتستهلك من ال power انما ال power delivered هيبقى i في vb بتاعت البطارية الايه بتاعت البطارية lose طب بزمتك انت عندك هنا في المسألة كم بطارية عندك بطاريتين طيب مين فيهم lose ومين فيهم gain هتلاقي ان v1 هي الجين اللي داخل لها كهرباء و v2 هي lose فبالتالي انت لو عايز تجيب ال power delivered بمنطقة البساطة هتقول لي ان ال power delivered ما فيش غير بطارية واحدة هي يبقى ال power كده بيساوي العشرين في كام في الكارنت اللي عد عليها اللي هو اي اتنين يعني تلاتة على سبعة يعني تديلك كام تديلك ستين على سبعة واط ستين على سبعة واط يعني هتلاقي ان الاجابة لتر ايه طب يا مستر ساني انت غلطت ده هو بيقول لك انا عايز ال power consumed وانت حسبت له ال power delivered يا حبيبي ومش ال power consumed نفس ال power delivered نفس الحاجة بالزبط انا ايه اللي هيخليني اروح احسب ال i fl r ال i fl r لكل resistance والبطاريات اللي هي داخل لها كهربة ممكن احسب مين ممكن احسب البطارية deliver على طول وبرضه عشان خاطر ما تزعلش هزبتها لك بالاركاد تعالي نعوض ونروح نحسب ال power ايه نروح نحسب ال power consumed بطار اللي انت عايز تحسبها دي يبقى هعمل اول حاجة ال current اللي هو i1 one over seven one over seven square في مين في ال resistance اللي هيب عشر بعد كده plus ال i3 اللي هو two over seven يبقى two over seven square في ال resistance اللي هيب كام باربعين بعد كده plus resistance اللي هنا current اللي ما عدي فيها i2 اللي هو ثلاثة على سبعة square في مين ها في عشرين زائد ال i في ال vb اللي هي دي يعني i1 اللي هو one over seven في كام في ال vb اللي هيب عشر يا مستر انت تنسيت تعمل power two هنا على one over seven لأ من ستش عشان ال power هنا i في v مش i square دار ده كده كله يعتبر power consumed اللي قال الحسبة الجميلة بتاعتك وتعالي حسب معي one over seven square مضروف عشر plus two over seven square مضروف 40 plus three over seven square مضروفة في عشرين plus one over seven مضروفة في عشرة شوف الحسبة دي كلها هتطلع معك بالزبط على قلة حسبة 60 على 7 واط يبقى كل الهاري ده اهو شايف كل السطر ده السطر ده هو هو بالزبط السؤال راح فين هو هو بالزبط نفس السطر ده فأني اللي اسهل لك في المسألة ان انت تحسب الpower consumed ولا تحسب الpower delivered اكيد ان انت تحسب الpower ايه تحسب الpower delivered وكده كده في الاول وفي الاخر الاتنين قد بعض يبقى تاني ملخص للمسألة احنا عملنا ايه احنا اشتغلنا على المسألة بتاعتنا عادي مسألة كرشوف عادية جدا وجبت ال i1 وجبت ال i2 وجبت ال i3 بس هنا الفكرة ان انا ركز ان ال i1 بتاعي لازم اعمله reverse in direction اشمعنا عشان خاطر ال value بتاعت ال current اللي بالنجد فقمت مشأل بالdirection بعد كده هو طلب مني الpower consumed وانا فاهم ان الpower consumed قد الpower delivered فقمت حسب الpower delivered اسهل يعني ايه عندي كم بطارية لوز بطارية واحدة يبقى الpower بتاعها بيساوي ال i في ال vb اللي هو 20 في 3 على 7 طب انت مش ميصدقني وعايز تتأكد من حلك يبقى هتروح تحسب الpower consumed في كل resistance موجودة في circuit وكل بطارية gain يبقى i2 r i2 r i2 r لغاية متخلص كل resistance وكمان الpower delivered عشان دي اهم حاجة في المسألة واتلاقي عندك في كتاب الشرح تقريبا في اخر صفحة في المنزمة نروح للسؤال اللي بعده بيليك طب واحدة واحدة انا افترض معك انه دي كده النوت بتاعتي هو ما اسماش اسمي انا افترض ان ال current هنا اسمه i3 وافترض ال current هنا اسمه i1 وال current هنا اسمه i2 طب مين اللي قال افترض كده عادي انا افترض كده انت عايز تفترض اي حاجة تانية ما فيش مشكلة هو عايز ال current اللي عد هنا كده اللي انا مسميه i2 وعايز ال current اللي عد عند اروان اللي انا مسميه i1 تعال في الاول كده ناخد اللوب دي فلو خدنا اللوب دي تعال هنمش مثلا بتساوي عشرة i2 حل يبقى ال i2 بتساوي كم بتساوي خمسة على عشرة اللي هي تعال بعد كده بقى نشوف هناخد انا هقول مثلا ناخد اللوب دي كده بالمنظر ده عشان نجيب بتاعة ال i1 فلو مشينا كده يبقى بلاس مينوس يبقى بلاس كام يبقى بلاس 6 بعد كده ادي بلاس مينوس عشان اتجاه الكرمت انا فرضه كده يبقى بلاس خمسة في ال i1 بعد كده بطارية باربعة بعد كده خمسة كلام ده كله بيساوي زيل ده بركز معي 6 نقص ربعة زائد خمسة بسبعة يبقى كده خمسة i1 زائد كام معلش احنا ما معلناش معلش تطلع طب ما كده خمسة i1 بتساوي تلاتة يبقى i1 بيساوي كام بيساوي تلاتة على خمسة امبير يبقى انت كده جبت ال i1 وجبت ال i2 ادي ال i1 واد مين واد ال i2 تعال بقى كده على جنب بعد ما جبنا ال i1 وجبنا ال i2 او كان عايز ال i1 على ال i2 الكرنت اللي عده عند ال r1 وال الكرنت اللي عده عند r2 يعني ال i1 بيكام تلاتة على خمسة وال i2 بيكام واحد على ال 2 يعني كده كده كأنها تلاتة على خمسة في اتنين على واحد او حسابها بالكالكليتر على طول تديلك 6 over 5 اللي هي الاجابة داتر سي تمام فالسؤال اللذيذ ما فيهوش ايه ما فيهوش حاجات معقادة كتير تعال نروح للسؤال اللي بعده بيقولك اهلا وسهلا ماشي يعني هو عايز بتوين نقطة اكس وبتوين نقطة وي فزي ما احنا متعودين منروح شادين خط كده 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 ماشي بس طبعا خلي بالك من حاجة قبل ما يبدأ المسألة اللي عندك دي كده اسمها نوت فلو دخلها 4 امبير وطلع فوق 3 امبير يبقى انزل تحت كم يبقى انزل تحت اكيد 1 امبير يبقى انا كده جبت الفاليو بتاعت الاي واحد ماشي دي معلومة على جنب تعال بقى نشد الخط بتاعنا كده عشان نشوف هنعمل ايه يبقى انا هشد خط من الاكس ماشي ماشي لغاية ما اروح لغاية ما اروح للوال تعال بقى نحسب كده الفولتج بكام اولا بلاس مينس يبقى بلاس اربعة في اتنين بعد كده بلاس مينس يبقى كام اربعة في تلاتة بعد كده بطارية خبطت فيها هنا بالناجاتف يبقى مينس اربعة عشر بعد كده بلاس مينس طبعا الكارنت اللي هو اللي الجمع تاني اللي هو باربعة امبير يعني هيبقى بلاس كام بلاس اربعة في واحد احسيبلي بقى الحزبة دي كده كلها شوف هتطلع معاك بكام يبقى اربعة في اتنين زائد اربعة في تلاتة مينس اربعة اشر زائد اربعة في واحد هيديك بالزبط عشرة فولت يعني الاجابة بتاعتك تبقى لتر كام تبقى لتر سي التاني كان بيقولك انا عايز بتاعت الفي بي تو طب في بي تو يبقى انا مضطر هلف في اللوك اللي هو محدد هالي دي اهو يعني هلف في اللوك بالمنزر ده كده 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 اوكي نلف اولا انت اللوك اللي يريحك انا بقول خلينا نلف اولا زي ما هو عامل بقى الحاجة خبطت فيها بلاس مينس اهو يبقى بلاس كام بلاس تلاتة فاربعة بلاس تلاتة فاربعة بعد كده كميلنا بقية اللفة بالمنزر ده خبط هي بواحد اوم يبقى الواحد امبير في الواحد اوم بعد كده مينس في بي تو كلام ده كله بيساوي زيلا طب ملتبلاي بي ثري بي كام باتناشر ناقص واحد بي حداشر يبقى يبقى بي بي تو طلعت بي كام حداشر فولت يعني الاجابة بتاعتي لتر دي تمام خلينا نشوف السؤال اللي بعده بيهلك هنا فاضح كده ان انا دخل على مسألة تقليدية جدا لو خدتلي بالك دي كده النود اللي انا هشتغل عليها داخل اي واحد خارج اي تلاتة وخارج اي اتنين يعني كده قدر اقول ان اي واحد بتساوي اي اتنين زائد الاي تلاتة طبعا انا متعاودين ان احنا بنكتب الاخيرة كده على نضافها في الاخر فاكتب هنا كده ايه الاكوشن بتاعتي بعد ما هنضافها يبقى اي ون بلس او ماينس بقى ممكن نودي الناحية التانية يعني انا هاودي الاي واحد الناحية التانية بالماينس يبقى ناجاتف اي واحد بلس الاي اتنين بلس الاي بعد كده بقى ما يحتاجين احنا نشتغل على فممكن ناخد اللوب دي كده اهو خدنا اللوب دي بالمنظر ده هنلف ازاي نلف كلوك واي ازاي ما هو عامل يبقى اول حاجة خبطت فيها بطريب كام تمام بعد كده يبقى يبقى في مين في الاي بعد كده كملنا هو يبقى بلاس كام بلاس تلاتة في الاي واحد الكلام ده كله بيساوي زير هنزبط زي ما تعودنا يبقى تلاتة اي واحد بعد كده عندي بلاس اربعة اي اتنين وما فيش عندي اي تلاتة كلام ده كله بيساوي هتودي الاتناشر نحية التانية بالبلس يبقى بيساوي اتناشر وتسميها ايكويشن نومبر طيب تعال بعد كده ناخد اللوب اللي هنا بالمنظر ده ونمشي زي ما هو قال لنا نمشي بالمنظر ده كده يبقى الحاجة خبطت فيها دي يبقى اتنين في اي تلاتة نكمل بقيت اللوب فهي يبقى بلاس اربعة في اي تلاتة بعد كده نكمل يبقى ناجاتف كام يبقى ناجاتف ايكول زيرو واد الناجاتف النحية التانية عشان نزبط يبقى احنا عملنا باستغال تستنى الاتنين دي مفروض اي واحد يعني اهي اي تلاتة معلش اه دي يبقى الاي واحد مش موجود الاي اتنين عندي باربعة اي اتنين والاي تلاتة مينس تو اي تلاتة كل الكلام ده بيساوي بوسط فايف ويسمي الايكوشن دي اكوشن نومبر تري بقى انت كده عندك الايكوشن الاولى عندك التانية وعندك التالتة طب عندك تري اكوشن في تري النونز يبقى كالعادة زي ما اتفقنا هنعملهم على ايه على الكالكليتر وبرضو هوريك الفيديو عشان لو لسه محدش بيعرف يعملهم على الكالكليتر وحاول انت تحسب بيدك على الكالكليتر يعني ما تكتفيش ان انت بتتفرج على الفيديو وانا بحسبها لا احسبها بيدك عشان خاطر تتعود على استخدام الكالكليتر طيب كالعادة للمرة المليون هندوس على كلمة بعد كده بعد كده ونحط هنا اول حاجة كانت بعد كده هنا كانت عندي بعد كده بعد كده الرقم اللي هنا بكام بزير وانزل الساطر اللي بعده ثلاثة اكوال اربعة اكوال مفيش اي تري يبقى بزيره الرقم ده بتناشر انزل الساطر اللي بعده مفيش اي واحد يبقى بزيره الاي اتنين باربعة بعد كده بعد كده هنا بكام بخمسة وندوس اكوال اكوال كمان مرة يبقى الاركام اللي هتطلع علي دي الترتيب هم اي واحد واي اتنين واي تلاتة. يعني كده الاي واحد باثنين امبير الاي اتنين بي واحد ونص امبير والاي تلاتة بي نص امبير. تمام يا شباب بعد ما شفنا بقى الكالكوليتر وإن اللي حصل فيها خلاص انا كده عرفت ان اي واحد تلعلي باثنين امبير وعرفت كمان ان اي اتنين تلعلي بكام تلعلي بواحد ونص امبير. واخيرا الاي تلاتة كان بكام كان بنص امبير. طب هو كان عايز مني مين في المسألة بقى لو انت اخد بالك هو كان عايز بس ال i1 وكمان كان عايز ال i2 فانا مش مطلوب مني غير ال i1 وال i2 ال i1 قلنا ان هو ب2 امبير وال i2 قلنا ان هو ب1.5 امبير تمام نروح للبعده نروح للبعده سؤال رقم 30 بيقولك in the circuit shown by using cash of slow find the current intensity passing through the 2 اوم يعني هو كده عايز ال current اللي عدى عند ال 2 اوم يعني عايز مين يعني عايز ال i3 ماشي مفيش مشكلة تعال اول حاجة نحددها هي النود النود بتاعتك هي داخل من هنا كده i2 داخل من هنا كده i1 وخارج من هنا كام i3 اللي داخل قد اللي خارج يعني i1 زاد i2 بتساوي مين بتساوي ال i3 يعني كده لو انت عايز تكتب على نظافة هنا يبقى i1 plus i2 minus i3 equal to 0 وهتسمي دي equation number one بالمنظر ده بعد كده بقى تعالى نختار اي loop ليك مكمل الحرية مطلق الحرية معلش ممكن مسلا نختار اللoop المربعة دي تعتبر loop اه طبعا تعتبر loop نرف ازاي زي ما هو قالك بالمنظر ده anti clock wise يبقى اول حاجة خبطت فيها هو negative post عشان اتجاه الكرة انت عامل كده يبقى negative four في مين في ال i2 بعد كده بطرية بكام plus seven بتنساش اننا فيه resistance صغيرة كنا ممكن نضيفها على الاربعة ونخلص بس مش مشكلة يبقى minus واحد في ال i2 يبقى minus i2 نكمل بقية اللفة يبقى minus كام يبقى minus عشرة ونص ما تنساش ان فيه هنا ارس صغيرة يبقى plus واحد في i1 اهو بعد كده plus الخمسة دي اللي هي خمسة في i1 خلصت اللoop اه خلصت اللoop يبقى كلام ده كله بيساوي زيو ننضف الاكوشن شوية كنتم ممكن نضيف الارس صغيرة على الاربعة والارس صغيرة هنا على الخمسة بس ايه حصل خير يبقى negative four i2 و negative i2 يعني كأنها negative negative five i2 i1 زائد خمسة i1 يبقى كأنها زائد ستة i1 طب سبعة نقص سبعة نقص عشرة ونص ايه سبعة نقص عشرة ونص بكام negative two point five negative three point five معلش negative three point five equal to zero تمام لو زبطنا الاكوشن ونظمناها هيبقى كده ستة i1 بعد كده minus خمسة i2 ما عنديش i3 وهو الناحية التانية تبقى three point five واسمي هزيه اكوشن اكوشن number كام اكوشن number two طب محتاجين اكوشن تالتة همشي في اني لوب انا بقول ممكن نمشي مسلا في اللوب اللي هو هرسمها دي كده 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 مثلا تعالى نمشيها ازاي تعالى نمشيها زي ما هو عاملها counterclockwise هبدأ من هنا كده plus minus يبقى اول حاجة خبطت فيها كام resistance لها باثنين يبقى اتنين i3 بعد كده جيت هنا برضو هنا ماشي i3 يبقى i3 في الواحد بعد كده نيجي هنا اهو يبقى كده minus كام minus 7 بعد كده عندي resistance بواحد خليه هنا مثلا كأنها بخمسة يبقى كده plus كام plus 5 i اتنين equal to zero يبقى كده 3 i3 زائد 5 i2 نقص 7 equal to zero الاي واحد مش موجودة الاي اتنين خمس اي اتنين بعد كده الاي 3 عندي ب plus 3 i 3 كل الكلام ده بيساوي كام كل الكلام ده بيساوي zero فبالتالي كده هبقى عندي ادي التانية وادي التالتة هندخل الكلام ده على الكالكوليتور زي ما تعودنا خلاص الموضوع بالنسبة لي بسهل خلي بالك انا بدور على مين انا بدور على الكارنت اللي عده عند الاتنين اوم يعني بدور على بتاعت زيرو اهو ننزل على السطرة اللي بعده ستة بعد كده بعد كده ما فيش يبقى بزيرو بعد كده ونزل على السطرة اللي بعده ما فيش يبقى بزيرو بخمسة بتلاتة واخيرا بكام بسبب ونركز ان انا بدور على اي تلاتة اول رقم ده اللي هو الاكس ده اي واحد مش عايزه اي تلاتة اه ده اللي انا كنت عايزه تلعب كام تلعب تمام يبقى انك كده بعد ما حسبت على الكالكوليتور تلعب لك ان اللي انت بتدور عليه ده وقالب الدنيا عليه تلعب كام تلعب واحد ونص امبير اللي هي يعني الاجابة تمام روح للسؤال اللي بعده السؤال رقم واحد وتلاتين كلها اسئلة تقليدية بقى دلوقتي عايز منك ايه عايز منك ايه عايز منك اي وان واي تو واي ثري طبعا هنا غلطة كبيرة في الملزمة حاول بس اتعدلها اول واحدة دي اي وان دي كده اي تو مفروض يعني ودي اي اي ثري كده ومش عايز منك اي وان تلات مرات فاول حاجة بنعملها بنقول والله هو فين النود بتاعتي فين النود ادي النود بتاعتي داخل من هنا اي تو داخل من هنا اي ثري وداخل من هنا اي وان او ده كده في مشكلة التلاتة كارن تبتعي داخلين عادي ولا يهمك كده كده في واحدة منهم تطلع بالناجتف يبقى كده اي واحد زائد اي تو زائد اي ثري كل الكلام ده هيطلع بكام بزيرو طبيعا او ايكويشن نمبر وان وانده حتى لو عينك كده جت على الاجابات هتلاقي في بعض الكارن طلع بالناجتف وده لازم يحصل اصلا تعال بعد كده بقى ناخد اللوب بتاعتنا انا بقول ناخد اللوب الصغيرة دي كده ايه شكلها كويس نمشي فيها ازاي زي ما انت عايز اقول بنامشي مثلا كويس او يبقى بلاس مينس يبقى بلاس خمستاشر في الاي ثلاثة بعد كده جينا تحت يبقى مينس كام يبقى مينس العشرة في الاي اتنين بعد كده بطارية هو ناجتف يبقى ناجتف تسعة بعد كده بطارية هنا بكام ناجتف ستة equal to zero تعال نحسبها ناجتف تسعة ناقص ستة ناجتف تسعة ناقص ستة بناجتف خمستاشر يبقى كده خمستاشر اي ثلاثة ناقص عشرة اي اتنين ناقص خمستاشر equal to zero لو زبطنا الايكوشن تبقى عاملة ازاي مفيش اي واحد في نيجاتف عشرة اي اتنين بعد كده بلس خمستاشر اي تلاتة ايكويل خمستاشر عشان وضيت النيجاتف خمستاشر الناحية التانية بالبلوس ماشي شكرا تعال ناخد لوب تانية عشان نزبط الايكوشنز بتاعتنا فاضل الايكوشن التالتة هاخد انهي لوب مثلا هاخد اللوب على سبيل المثال ممكن ااخد اللوب الكبيرة دي خلص عادي مفيش مشكلة فنمشي ازاي يا سيدي زي ما انت عايز خلاني نمشي مثلا كده المرة دي يبقى بلاس ماينس يعني بلاس اربعة فاي واحد بعد كده كملنا كملنا يبقى مينس بلاس يبقى مينس خمستاشر اي تلاتة بعد كده بطارية بكام بلاس ستة مينس تلاتة ايكويل تو زيرو لو زبطنا الايكوشن طبعا ستة نقص تلاتة بتلاتة يبقى اربعة اي واحد ناقص خمستاشر اي تلاتة زائد تلاتة ايكويل تو زيرو تعالى نكتب هناك كده باللون الاحمر الاي واحد بكام اربعة اي واحد الاي اتنين مش موجودة الاي تلاتة ناجاتف خمستاشر ناجاتف خمستاشر اي تلاتة اودي التلاتة ان هي حتنا بالمينس يبقى ناجاتف ثري دي كده كانت نومبر تو دي كده كانت نومبر ثري ادي الايكوشن بتاعتي بالمنزر ده والتانية والتالتة نقدر ندخلها مع الكالكوليتر مافيش مشكلة عشان خاطر نجيب اي وان و اي تو و اي ثري ادي الكالكوليتر بتاعتي بعد كده دخل كوفيشنط واحد 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 كلهم وان واخيرا ان دي تبقى بزير ننزل على السطر اللي بعده مافيش اي واحد يبقى بزيرو بعد كده الاي اتنين بناجاتف عشرة بعد كده الاي تلاتة دي خمستاشر بعد كده الرقم اللي هناك ده بقام بخمستاشر سطر اللي بعده الاي وان باربعة الاي تو مش موجود يبقى بزيرو الاي ثري بناجاتف خمستاشر بعد كده اخر رقم بالنسبة لي هو ناجاتف ثري ودوس اي مفروض دلوقتي ان الارقام اللي هتطلع علي دي اي وان اي تو واي ثري بالترتيب ادي اول رقم تلعلي ثري اوفر فايف اللي هو زيرو بوين سكس ده الاي واحد طب تاني رقم تلعلي ناجاتف زيرو بوين نينتي سكس يبقى ده i2 اسيبه بالنجاتف زي ما هو اخر واحد اللي هو مين اللي هو ال i3 اللي هو 0.36 طبعا زي ما انت شفت على الكالكليتور احنا خلاص طلعنا القيام بتاعتنا طلعنا ان ال i1 كان ب 0.6 وال i2 طلعت بالنجاتف اللي هي كانت نجاتف 0.96 فبالتاليه كده يعني انت بينك وبنفسك فاهم ان ال i2 ده واخيرا اللي هو ال i3 طلع معي 0.36 0.36 طمام يا شباب سؤال تقليدي جدا عادي ما بوش اي مشكلة والدنيا مشيت معك نروح للسؤال اللي بعده من الاسئلة الجميلة جدا 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 ومحتاجة تركيز ممكن احلها لك في ساعة وممكن احلها لك في ثانية واحدة ازاي بقى هو عايز اريد الفولتميتر طبعا ده فولتميتر دلوقتي انت اقدرش تحله بامزله فانت عشان خطر تحل الفولتميتر ده هتقول لي والله وكده عند النقطة دي والنقطة دي يعني بمعنى اصح انا بشد خط ما بين النقطتين فللوها لالاولى لو شدت خط ما بين النقطتين دول كده وجيت تحسب يبقى انت لازم يبقى معاك ولازم يبقى معاك فبالتالي هتدخل في مسألة بس انا اقول لك على حاجة حلوة قوي هو مش انا اقول لك قبل كده انه ممكن تشد خطة ما بين النقطتين دول في اي حتة يعني زي ما انت عايز تخيل معاك لو انا شدت الخط من هنا كده 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 ايوا استفدت ايه استفدت ان ما فيش عندي غير بطارية يعني عايز اقول لك ان قرية الفولتوميتر بكام بعشرين فولتوميتر بصة مسألة حالات ازاي في ثانية يبقى تاني يبقى المسألة دي مبنية على فكرة ان انا ابقى عندي تركيز ان الفولتوميتر ده محطوط ما بين النقطتين وانا عايز البوتينشال ديفرنس ما بين النقطتين فالمفروض ان احنا متعودين ان احنا بنشد خطة ما بين النقطتين وانا قلتلك وجربناها قبل كده في مسألة تقريبا كانت في اول الميديم ان انا لو شدت الخط ده في اي اتجاه اهم حاجة انه هيوصل ما بين الستارت بوينت والاند بوينت هوصل لنفس النتيجة يعني انا لو مشيت في البوتل لبلون الاصفر هوصل لو مشيت في البلون الازرق هوصل لو مشيت مثلا واحد تاني عايز يعمل باللون الاحمر كده 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 هيوصل برضو كل الطرق هتقديك لنفس النتيجة بس انا هنا بدور على الطريق الاسهل الطريق الاسرع انا ببقاش عندي اي ريزيستوز انا بقى عندي بس بطارية بكام بتوينتي فولت تمام يا شباب فانت بتدور على الطريق الاسهل والاسرع نروح لسؤال رقم تلاتة وتلاتين اه ده مش سؤال واحد ده سؤال كومبو ده تقريبا فيه كم مطلوب ده ماشي ما شاء الله خاني نبدأ بالسؤال واحدة واحدة نبدأ كده انا هحدد النودز اللي عندي دي كده تعتبر نود بس انا ما عنديش ايه ما عنديش اتنين كارنت انا عندي كارنت واحد سميلي الكارنت اللي انا ده مثلا ايه اي واحد وسميلي الكارنت اللي انا كده مثلا كام اي اتنين تعالى بقى ناخد اللفة بتاعتنا كده ونشوف نقدر نجيب مين تعالى في اول ناخد اللوب اللي انا او ناجاتف كام ناجاتف توينتي بعد كده بلاس مينس يبقى بلاس اتنين في الاي اتنين بعد كده اهو بلاس مينس يبقى بلاس تلاتة في كام في اربعة كلام ده كله بيساوي كام بيساوي 0 طب حلو 3-4 بـ 12 يبقى ناقص 20 زائد 12 زائد الـ 2 في الآي 2 equal to 0 ناقص 20 زائد 12 بكام بنقص 8 يبقى كده ناقص 8 زائد 2 آي 2 بتساوي 0 يعني كده 2 آي 2 بتساوي كم حضرتك بتساوي 8 يبقى الآي 2 بتاعتك بتساوي 4 أمبير يبقى أول حاجة بالنسبالي هنا في المسألة هي الآي اللي مشيت فيه الـ 2 أم هو كان عايزها خلاص هنجبتها بكام اه بـ 4 أمبير طب ركز معايا لو داخل من هنا كده واللي تجاعت لها بالبوستف يبقى أنا صح لو داخل 4 أمبير وخرج من هنا كده 3 أمبير يبقى مفروض يخرج من هنا كام مفروض يخرج من هنا 1 أمبير خلاص يبقى أنا كده جبت الكارنت بتاعتمين بتاع الـ 3 أم طبعا الـ direction بتاعي بقى ناحية الشمال خلاص يبقى الكارنت اللي في الثلاثة أم تلعب كام تلعب بواحد أمبير شكرا طب أعايز الكارنت اللي عند الـ 1 أم نعملها ازاي دي اه تعالى بقى نبص كده ممكن أمشي في اللوب اللي فوق يعني ممكن نمسح الكلام ده كده كله اهو خلاص انت عارف ان الكارنت اللي أنا ماشي كده والماجنيتيود بتاعه بـ 4 أمبير الكارنت اللي ماشي هنا بكام ها بواحد أمبير هنمشي في اللوب اللي فوق بالمنظر ده كده هو تفسيرت معايا سيدين الـ direction current عامل كده هسميه مثلا i4 اي حاجة وإحنا بنلف بلاس ماينس طبعا بلف يبقى كام يبقى واحد في i4 ادي i4 بعد كده جيني هنا بلاس ماينس يبقى بلاس كام بلاس اتنين في كام بلاس اتنين في اربعة بعد كده بلاس ماينس يبقى بلاس تلاتة في واحد كل الكلام ده بيساوي 0 حلو كلام حلو اربعة في اتنين في تمانية زائت تلاتة بكام زائت تلاتة يديك 11 يبقى كده i4 ده زائت 11 بيساوي 0 يبقى i4 بقى بيساوي negative 11 negative دي معناه انه مفروضة reverse direction مش اكتر يعني مفروض ان i4 ده يبقى الاتجاه بتاعه عامل كده ماشي هو تلع بكم تلع ب11 امبير طب واحدة واحدة بس كده نزبط الدنيا في الرسمة شوف احنا طلعنا مين عشان خاطر ايه بالموضوع سهل دلوقتي انت خلاص عرفت ان ال current ده اسمه 1 ampere وال current ده اسمه 4 ampere وده بتلاتة ampere وال current هنا عكسنا direction بتاعه اسمه 11 ampere ماشي طيب لو اخدت بالك دينوت كده داخل لها من فوق هنا كده 11 وداخل لها من هنا واحد يبقى ال current total اللي داخل هنا بكم ب12 ampere كلام جميل جدا مفروش مشكلة تعالا هنا داخل 12 وداخل 3 يبقى خارج من هنا كام 12 زي 3 يعني 15 ampere تعالا يا باشا ناخد اللوب دي عشان خاطر نجيب الفاليو بتاعة الفي عشان خاطر نجيب الفالي الفي هنلف في اللوب دي سهلا ما فياش اي مشكلة هلف ازاي يا سي دي خلينا نمشي clock wise فلو مشيت clock wise يبقى البطارية بتاعتي negative V بعد كده minus plus يبقى minus 1 في 3 بعد كده اهو plus minus يبقى plus 3 في 4 كلام ده كله بيساوي 0 طب negative 3 بقت المسألة بتاعتي هاي negative V negative 3 زائد 12 equal to 0 12 نقص 3 بكم 12 نقص 3 تديلك 9 يبقى negative V زائد 9 بيساوي 0 يبقى الفي بتاعتك بكم 9 فولت يبقى البطارية اللي ناحية الشمال بكم 9 فولت طب اخر مطلوب معنا the power delivered by the battery on the right البطارية اللي ناحية اليمين هو عايز يعرف الباور اللي خرج منه طب ما انت عندك هاو LVB وعندك ال current يعني تقدر تدرف 20 في 15 20 في كام 20 في 15 شوفت لع معاك بكم 300 واط يبقى الاجابة بتاعتك لتر كام لازر سي يبقى السؤال ده يا شباب مش سؤال صعب سؤال عادي حتى ما فوش 3 questions كلها لوبس سهلة جبت منها i1 والi2 والi3 وزبطت دنيتك وجبت كمان ال value بتاعت بس يا فكرة كلها ان هو سؤال فيه كذا ايه فيه كذا ريكويت فهتحس ان الدنيا طويلة شوي تمام طيب نروح بعد كده للسؤال رقم 34 وركز معي في السؤال ده عشان فيه فكرة كده جميلة قوي ايه يا مستر كلمة هومجينيس دي تكون تخطاها في الكلمة ستري زمان هومجينيس يعني متناسق تعالى نشوف ايه بقى معنى الكلام ده يعني الواير اللي اسمه ايه بي ده كده كله على بعضه الريزيستنس بتاعته بكام بعشرة اوم هومجينيس يعني ايه يعني كل حتة عندها نفس الريزيستنس يعني حتة دي كده مثلا بواحد الحتة دي بواحد واحد لغاية ما يبقى كام لغاية ما يبقى عشر خدتها انت في الكامستر قبل كده اللي هو كان هومجينيس ويتيروجينيس تقريبا ما علينا من الكلام ده مش تدخل في القصة دي هو بقى بيقولك ايه بقى لك ان السلايدر محطوط عند النقطة الاسماسي بحيث ان الريليشن بتوين R1 و R2 تكون R2 بتساوي واحد ونص من R1 طب مش انت عارف ان كلهم على بعضه مفروض يطلعوا بعشرة يعني R1 زائد R2 المفروض يطلعوا بعشرة وهو ايه لك ان R2 بتساوي واحد ونص R1 يبقى كده R1 زائد واحد ونص R1 اكوال 10 يعني كده 2.5 R1 بتساوي 10 يبقى كده الاروان بتاعتك بتساوي 10 على 2.5 يعني بتساوي كام النص مع واقع شوية تساوي 4 او يبقى كده الاروان بتاعتك ترعت بكم باربع طب ترامل الاروان باربع يبقى الارتو بكام لازم يبقى كلهم بعشرة يبقى الارتو تبقى بستة يبقى كل الهيسة وكل اللفة دي عشان خاطر في الاخر اعرف ان دي كده تلعت بكم في الاخر بعد واجه على القلب ده. تعال انها بابقى باربعة يبقى باربعة وان دي تلعت بكم تلعت بستة يبقى كل اللفة دي عشان خاطر اعرف اجيب الفاليو بتاعت الاروان والارتو وبعد كده بقى اقدر ان انا ابدأ في المسألة وهتجيبي الاي وان والاي تو والاي ثري واشوف الدنيا هتمشي ازاك تمام فبالتالي كده بقى همسح لك الكلام ده كله كده بس اما حاجة انت فهمت احنا جبنا الار وان والار تو منين تعال بقى نشوف هنجيب الاي وان والاي تو والاي ثري ازاي ان حالة بقى مسألة كيرشوف عادية جدا اهو طبعا زي ما انت عارف الاميتر ده الريزيسنس بتاعته بزيرو يعني ولا كأنه موجود كأنه سلكة فضية نمسك بقى النود اللي عندي هنا والله داخل اي واحد داخل اي اتنين وخرج حاجة اسمها اي توتل يبقى كده اي واحد زائد اي اتنين بتساوي الاي توتل يعني كده اي واحد هزين بس نكتبه كده في حد تنظيفه باللون مسلا اللي سود يعني كده اي واحد زائد الاي اتنين نقص الاي بتساوي زيرو وهسمي دي كده الايكوشن الاولانية تعال بعد كده بقى نشوف هنمشي فانهي لوب زي ما يعجبك انا بقول مثلا خلينا نمشي في اللوب الكبيرة دي بالمنظر ده كده او بلاش ان خطر ما نعقدش الدنيا خلينا في اللوب الصغيرة دي كده دلوقتي اهو بالمنظر ده هنمشي فيها ازاي هنمشي فيها كروكويز يبقى اول حاجة خبطت فيها باترية ناجاتف يبقى ناجاتف 12 بعد كده جيت هنا ادي بلاس مينس يبقى بلاس ايه بلاس اتنين في الاي بعد كده جيت هنا بلاس مينس طب والكرمت اللي ماشي تحت ده بنسمي ايه بنسمي ايه واحد اهو ماشي كده يبقى بلاس ايه بلاس اربعة فا اي واحد اكوال تو زيرو لو زبطنا الاكواشن هتبقى اربعة اي واحد بعد كده مفيش ايه اتنين بعد كده بلاس اتنين في الاي اكوال تو تولف ودي اكواشن نومبر تو عشان اوضيت الاثناشر الناحية التاني طبعا موضوع الدياركشن ده انت ممكن تحل بتارية تانية تطلع لك ايه داركشنز مختلفة بس في الاول في الاخر انا وانت هنطلع نفس الاجابة تعال بعد كده ناخد اللوب مثلا اللي هي فين اللي هي دي بالمنظر ده هنعمل ايه? هنلف مسلا الكلوكواز المرة دي تعال نلف كده يبقى اول حاجة خبطت فيها كام بعد كده لفينا 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 يبقى بلاس ماينس يبقى بلاس اتنين في الاي بعد كده اجينا هنا اهو نفرض انه اي ماشي كده يبقى بلاس ماينس يبقى بلاس ستة في اي اتنين اكوال تو زيرو حط عندي هنا يبقى كام يبقى مفيش اي والاي تو عندك بستة اي تو اهو بالمنظر ده بعد كده بلاس اتنين اي بنوادي الاتناشر ناحية تانية كالعادة تبقى وهزي كام نومبر ثري يبقى انا كده بقى عندي كالعادة زي ما تعودنا هندخلهم دلوقتي على بتاعتي هو كان عايز مين اصلا في المسألة هو كان عايز اي وان واي تو والقيمة بتاعت الاي اعتبر ان الاي دي يعني كأنها اي تري فرقتش في حاجة هندخلهم دلوقتي على الكالكليتور طيب اركز كده معي واحنا بندخلهم على الكالكليتور هدو نبدأ بالترتيب واحد بعد كده واحد بعد كده ناجت بواحد اهو بالمنظر ده واخيرا كان زيرو. انزل على السطرة البعدة والايuka كان بربعة. الاي تنين مش موجود يبقى بزيرو. الاي تلاتة او الاي تو تلا يعني ده باتنين وبعد كده نكام باتناشر. سطرة البعد فش اي واو يبقى بزيرو بعد كده ستة بعد كده اتنين بعد كده اخيرا اختا هذه اتناشر وندس ايكم. الارقام اللي هتظهر لي دي هتظهر لي بالترتيب اي واحد اي اتنين والاي اول رقم ظهر لي اهو لو الاي واحد بعد كده الاي اتنين بعد كده الاي تلاتة تمام طب يا شباب بعد ما حسبنا كان طالع معايا ان طالع معايا ان الاي وان بوينت سكس وان بتاعي كان طالع وان كان طالع معايا طبعا دي ممكن تبقى على طول اهي وهنا كده دي زي ما هي ما فياش مشكلة والاخيرة دي تبقى كام تبقى بقى انا دلات يبقى معايا 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 يعني اختار الاجابات كده واحدة واحدة واخيرا تمام يا شباب نروح للسؤال اللي بعده سؤال رقم كام سؤال رقم خمسة وتراتين لسألة اللي محتاجة تركيز ولاعب على حتة ايه لاعب على حتة الرجو الراجل هنا بيقول لك ان V2 V2 بتساوي اربعة من V1 حلو الكلام حلو او طب هو V2 بتساوي كام و V1 بتساوي كام بص كده هو مش داخل من هنا كده اي وداخل من هنا كده اتنين امبير يبقى الكارنت اللي مش هنا كام عبارة عن اتنين امبير زائد اي كلام منطقي تاني يا شباب كارنت اللي داخل ناحية النوت دي اسمه اي وكارنت اللي داخل من ناحية تانية اسمه اتنين امبير يبقى الكارنت اللي خرج بكم اتنين زائد اي طب هو قرية فولتوميتر V2 هو مش V2 ده بيساوي I في R اللي حواليه يعني بيساوي اتنين زائد اي اللي هو الكارنت في الريزيستنس اللي هي باتنين ار والV1 بيساوي إيه الIR في اللي حواليه يعني 2 أمبير في الR جميل هو بقى الراجل بيقولك إن V2 بتساوي كم بيقولك إن V2 بتساوي 4V1 يعني تقدر تقول إن V2 اللي هي 2 زائد I في 2R equal 4 multiply الV1 اللي هو 2 في كم 2 في R من حقك دلوقتي إن أنت تطير الR مع الR فالمسألة بقت كده 2 plus I في هنا multiply by 2 equal 4 في 2 اللي هي ب8 يبقى كده 2 في 2 و2 في I يعني هتدي لك 4 زائد 2I بتساوي 8 ودي الأربعة نحية التانية يبقى كده 2I بتساوي كم بتساوي 4 يعني من الآخر بتاعتك بتساوي 2 أمبير الإجابة لتر كم الإجابة لتر ايه بسؤال بسيط لذيذ أعرف تتحله بسهولة ليه لأن أنت فاهم يعني إيه كي سئل فاهم إن لو دخل من هنا I ودخل من هنا 2I يبقى الكرن توتل بكم ب2I وهو كان أقل لك إن V2 بتساوي V1 أنت فاهم يعني إيه راية الفولتوميتر حوالي يعني I في R اللي حواليها هنا 2 في كم 2 في R و V2 2 زائد I مضروبة في كم مضروبة في الـ 2R فبالتالي تعلاجت كم تر كارنت بكم بـ 2 أمبير طيب شباب احنا كده خلصنا الميديم كوستشنز كلهم كانوا 35 سؤال المراضي ندخل بعد كده بقى إيه على الأسئلة الهارد وربنا عينكم ايه ده كي نشوف مانا كنت قاعد بحل المسائل اللي كلها بقوم انت إيه اللي جابك نكمل بقى شباب الجزء بتاع الأسئلة الهارد كده ونقول بسم الله ووحدة وحدة نشوف السؤال الأولاني السؤال الأولاني بيقولك هو عايز يعرف قرية الأميتر وعايز يعرف قرية الفولتوميتر مبدأين كده لما تبص على شكل الفولتوميتر ده الغي من حياتك دلوقتي ولك إنك شايفه بص كده أهو الفولتوميتر ده ولك إنك شايفه دلوقتي وتعال نحل المسألة واحدة واحدة وبالراحة بص كده النود اللي عندك هنا أهي أنا هفترض اتجاهات الكارنت هفترض إن ده كده مثلا I1 هفترض إن ده كده مثلا I3 وإن I2 خارج بالمنظر ده حلو الكلام حلو أهو طيب ركز معايا يبقى كده اللي داخل قد اللي خارج يعني I2 بتساوي I1 زائد مين زائد I أو معلش سواني I3 I3 أهي بتساوي I1 زائد I2 يعني كده اللي داخل قد اللي ايه قد اللي خارج يعني المنتقل البساطة نمبر اون هنكتبها بقى تحت معنا صفحة فاضية كاملة يعني كده I1 زائد I2 ناقص I3 كلام جميل جدا ويحترم اهو بالمنظر ده طيب بعد كده بقى محتاجين احنا نمشي في اللوب بتاعتنا انا هقول مسلا احنا ممكن نمشي في any loop ممكن نمشي في اللوب دي بالمنظر ده كده 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 نلف ازاي يا سيدي ممكن نلف فلو لفينا يبقى هو يبقى بلاس مينس يبقى اول حاجة بلاس خمسة في آية اتنين بعد كده كملنا يبقى بطارية ناجاتف تن ها كملنا 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 يبقى كام يبقى ناجاتف تونتي كلام ده كده كله بيساوي زيرو طيب كلام يحترم فبالتالي كده انت بقى عامدك واحدة فيها قنون واحد يعني تقدر تقول ان خمسة آية اتنين بتساوي ناجاتف تن مينس تونتي يعني ناجاتف ثيرتي اكوال تو زيرو نكمل يبقى انت كده تقدر تجيب يعني يطلع بستة امبير يبقى احنا كده على جنب يا شباب جبنا القيمة بتاعة اللي هي بكم اللي هي بستة امبير طب هو كان عايز مين هو كان عايز بتاعة اميتر يعني هو كان عايز يبقى انا كده لسه ما حلتش المسألة طيب تعالى بعد كده بقى نختار لوب تاني عشان ايه خلي الفولتوميتر زي ما هو مش عايزينه نختار لوب تاني عشان الدنيا تمشي ممكن ناخد مسلا امهي لوب تعالى اخد معايا اللوب اللي هي المسلسة دي كده بالمنظر ده فلاخدنا اللوب اللي هي بشكل المسلس ده يبقى هامشي مسلا بالمنظر ده يبقى بلاس مينس في اول حاجة هنخبط فيها كم اول حاجة هنخبط فيها كده يبقى بوستف 3 في اي 1 بعد كده بطارية يبقى plus كام plus 50 بعد كده plus minus يبقى plus برضو ثلاثة في كام في اي 1 انه اي 1 ماشي هنا كده 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 وانكمل يبقى plus كام plus 10 بعد كده جينا من هنا اهو انا كنا حددين انتجاة الكوريمت كده يبقى minus plus يبقى minus 5 ايه مينس خمسة آي اتنين كل الكلام ده طبعا بيساوي زيرو تعالوا نزبط بتاعتي بكده تلاتة آي واحد وتلاتة آي واحد يعني كم يعني ستة آي واحد زائد كم زائد خمسين زائد عشرة يعني زائد ستين كلام ده كله كده بيساوي زيرو او معلش لسه في آي اتنين عندي اهو مينس كم مينس خمسة في الآي اتنين كل الكلام ده زائد ستين بيساوي زيرو طب ما تخلينا نكمل كده الكلام هنا شي انا معايا الايته بستة يبقى كده ستة اي واحد مينس خمسة في اي اتنين اللي هي بستة زائد ستين بيساوي زيرو يبقى كده ستة اي واحد نقص تلاتين زائد ستين بيساوي زيرو ستين نقص تلاتين بيكام بتلاتين يبقى كده ستة اي واحد زائد تلاتين اكولتو زيرو يعني اقدر اقول ان 6i1 بتساوي نيجاتف 30 يبقى الاي واحد بيساوي نيجاتف ايه نيجاتف 5 امبير يبقى كل اللي انا هعمل له انا مفروض اعكس الاتجاه بتاع الاي واحد فين الاي واحد اهو يعني مفروض ان انا اعكس الديركشن بتاعت الاي واحد بدل ما يكنت عاملة كده تبقى عاملة ازاي تبقى عاملة كده اهو دخل ناحية النود والاي 2 زي ما هي والاي 3 بالمنظر ده طب كده الايكوشن بتاعتي خلاص الجديدة تبقى عاملة ازاي اللي داخل قدل لخارج يعني اي 2 بتساوي اي 1 زائد ايه زائد اي 3 عشان تلعلي ايه بالنجاتف طب انت كده ممكن تحسب مين ممكن تحسب الاي 3 اللي احنا داخلنا عليها من الصبح عايزين نحسب الاي 3 نحسب الاي 3 ازاي على جنب او الاي 2 عندك بكم ب6 يبقى 6 بتساوي الاي 1 اللي هو ب5 زائد الاي 3 يبقى كده الاي 3 بتاعت طلعت ب1 امبير هو كان عايز الهي تلاعميتر اللي هو هنا اللي هو كام اللي هو اي 3 فبالتالي كده الاجابة ايه اي 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 ايه لتر دي طب كلام حلو وماديت فين يا ميستر الفولتمتر تعال بقى دلوقتي تقدر تحط الفولتمتر بسهولة الفولتمتر كان موجود فين كان موجود هنا ما بين النقطة دي كده وما بين النقطة دي يعني منتهى البساطة عشد خطة ما بين النقطتين كده 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 وتعال بقى نحسب الفولتج هيطلع بكم بمنتهى السهولة زي ما تعودنا هتمشي ازاي ماشي هتفرق انا بقرر مسلا ان انا همشي من هنا كده من النقطة دي بقى اول حاجة خبطت فيها بطارية بكم بنيجاتف ففتي رجع تاني مع ريش اول حاجة خبطت فيها بكم بطارية بي نيجاتف ففتي بالمنظر ده نيجاتف كام نيجاتف ففتي بعد كده اهو بلاس ماينس تلاتة في اي واحد اي واحد احنا جايبينها كانت الاي واحد احنا جايبينها بخمسة يبقى بلاس تلاتة في خمسة ايه ما خدتش بالمنظر لان انا قرار دي عكست الديريكشن نكمل 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 يبقى بلاس كام بلاس خمسة في اي اتنين بلاس خمسة في اي اتنين اي اتنين كانت بكم عندي بستة تعال بقى نحسب الحزب دي يبقى كده نيجاتف خمسين نيجاتف ايه نيجاتف خمسين زائت تلاتة في خمسة زائت خمسة في ستة كل الكلام ده طلع لي ناجاتف فايف فولت يبقى لإجابة بتاعتي هتبقى وان أمبير وكام وفايف فولت طب الناجاتف دي ليها لازمة لا أملاش لازمة كنت ممكن لو مشيت من تحت يعني لو كنت مشيت من هنا كده وروحت هناك كانت ساعة الرقم هيطلع ببوستف فايف فأنا ما يهمنيش البوستف والناجاتف أنا بس يهمني إيه الماجنيتود بتاع الفولتش طمام طيب يا شباب السؤال اللي بعده سؤال رقم اتنين ده سؤال موجود في كتاب المدرسة سؤال موجود في كتاب المدرسة بيقولك طب شمعنا هنا الراجل أكبرني وقال لي أن أنا لازم أحسب الارتوتل باستخدام قوانين كارشوف تعالي كده نجيب الارتوتل بطرقنا طبعا لما تيجي تدخل الكارنت يجي يتقسم هنا آه ده ما قدرش يتقسم ليه؟ لأن أنت عندك رزيستنس في النصف أنت مش عارف مين سيريس ومين برل طب ماشي هتقول لي يا مستر دي مسألة بريتش قال لك يزبط لي واحد على واحد واحد على الاتنين فاكر أنت في البرتش كانت لازم الرشو دي على دي تساوي دي على دي بس الماضي الرشو مش واحد واحد على واحد مش هي واحد على الاتنين بوينتن مش هتنفع ولا بريتش نفعت ولا سيريس ولا برل الطرق كلها أفرت في طريقي فبالتالي هالجه بقى إيه للطريقة التقليدية اللي هي مين؟ هقول والله الار توتل بتاعتهم بتساوي كم؟ بتساوي الفي بي بتاعت البطارية على الاي توتل الفي بي بتاعت البطارية ب13 الاي توتل بقى دي قصتي دي شغلانتي أنا محتاجة أجيب الاي دي لو أنا جبت الاي اللي بره دي خلاص يبقى المسألة بتاعت خلصت تعال بقى تشوف هنعمل ايه أنا هفترض معك ان الاي توتل دي دخل لهو بالمنظر ده اتقسمت في جزء راح هنا كده اسمه اي ون وفي جزء تاني دخل هنا اسمه كام اسمه اي اتنين تمام؟ بعد كده جينا عند النقطة دي دخل هنا كده حاجة اسمها اي ثري مش هينفع بقى أقول ان اللي دخل هنا اي فور لان انا كده بعمل فور الouạnونس فهي مش نقصة طبو هعملها ازاي منتهى البساطة هقولك والله مش اللي داخل من هنا اي اتنين او سوري احنا عكسنا اللي داخل من هنا اي اتنين صح وخرج من هنا كام اي اتنين ناقص كام تاني يبقى تاني بص ان عملت ايه عند النقطة دي كده داخل اي اتنين خرج اي اتنين يبقى من هنا هيخرج اي اتنين ناقص كام ناقص اي تلاتة عشان اقل العدد الانونز اللي عندي تعال نكمل تعال بقى عند النود اللي هنا بص كده داخل من هنا كده i3 وداخل من هنا كده i1 يبقى يخرج من هنا كم يبقى يخرج من هنا كده i1 زائد i3 طب تعال نتأكد عايز اعرف مين اللي خرج اللي خرج من هنا i2 ناقص i3 ها زائد اي واحد زائد اي تلاتة. لقيت ان مين طار مع مين? لقيت ان الاي تلاتة طارت مع الناجاتف اي تلاتة. يعني اتبقى لي اي واحد زائد اي اتنين. طب هل الكلام ده مزبوط? اكيد طبعا مزبوط. لان اللي دخل من هنا اللي هو الاي توتل هو عبارة عن كام عبارة عن اي واحد زائد ايه زائد ايه زائد اي اتنين. بس. ابن ايه اللي انا بعمله ده? انا بحاول سهل المسألة على نفسي بدل ما خلي في اي وان وتو وثري وفور وفايف خليتهم بس كم أنون تلاتة أنونز تعال بقى كده نمسح الكلام ده ونبدأ نشوف هنحل المسألة بتاعتنا ازاي يبقى تاني موضوع بعمل ازاي اهو هرسم بس كل current نمسح الكلام ده بالمنظر ده اهو كده كده خلاص احنا عرفنا direction بتاعت مين بتاعت ال current باللون الليسه ده اهو ده ال i2 جاي كده ده ال i1 جاي كده ده ال i3 كده ودي i2 مينس i3 ودي ال i1 مينس ال i2 ممكن بقى احنا نمسح ايه ممكن نمسح ال i2 من هنا كده مش عايزينه دلوقتي في حاجة تمام تعال بقى نحل المسألة واحدة وحدة طيب تعال بقى نحلها واحدة وحدة تعالى نختار اللوبس المناسبة تعالى نختار مثلا اللوب اللي هي المسلسة الصغيرة دي تعالى نبص بقى احنا نلف clock wise ولا anti clock wise انا بقول خلينا مثلا نلف ايه clock wise بالمنظر ده يبقى اول حاجة خبطت فيها positive واحد فى i1 يبقى positive واحد فى i1 بعد كده جيت هنا يبقى minus plus يبقى كام يبقى minus واحد فى كام فى i3 بعد كده تلاعت الفوق اهو يبقى minus plus يبقى minus واحد فى كام فى i2 الكلام ده كله بيساوي زين يعني عايزين نكتب الاكوشن بشكل منظم كده هيبقى i1 هيبقى كام i1 بعد كده minus i2 بعد كده minus i3 تمام نسمي دي كده الاكوشن الاولى دي كده اكوشن نومبر كام دي كده اكوشن نومبر ون طيب تعالى بعد كده بقى نشوف اكوشن نومبر 2 هنجيبها من فين هنتطر نختار لوب تانية تعالى بقى نمسح الكلام ده تعالى ناخد لوب تانية مثلا على سبيل المثال ممكن ناخد اللوب الكبيرة دي كده من بره بالمنظر ده كده 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 تعالى نشوف نمشي ازاي يبقى ناجتف كام يبقى ناجتفola 13 معده كده جيت من هنا بلاس مينس يبقى بلاس كام بلاس اي اتنين في واحد يبقى اي اتنين بعد كده جيت هنا بلاس مينس بلاس الكورنت اللي هو اي تو مينوس اي ثري في الريزيسنتص اللي ياب كام في الريزيسنتص اللي ياب واحد كل الكلام ده بيساوي زير يبقى الاكوشن دي لو جيت تزبطها تبقى كام ناجتف ثلاثة عشر زائد الاي اتنين زائد الاي اتنين نقص الاي تلاتة equal to zero. زبط لي باشا. اي اتنين زياد اي اتنين باتنين اي اتنين. يبقى two i two. مينس الاي ثري. حلو? ودي التراتاشر نحية التانية بالبلس. يبقى كل الكلام ده بيساوي كم? يبقى كل الكلام ده بيساوي تلاتاشر. واسمي دي ايكوشن نومبر او. احنا هنا بس نسينا تساوي الايكوشن تيب زيرو معلش. يبقى الكلام ده كله كده بيساوي زيرو. ودي ايكوشن نومبر او. يبقى انا دلوقتي يبقى معاك كم ايكوشن حضرتك. ادي الايكوشن الاولى. وادي الايكوشن التانية. زي الفل. تعالى بعد كده ناخد لوب تانية. مثلا انا هافترض معاك ان انا هاخد اللوب دي كده. او بلاش دي خلايا ناخد اللوب اللي هي ايه? من بعيد كده. اسهل لي. نلف وردو كلو كويز يبقى كام يبقى ناجت في 13. بعد كده اهو بلاس ماينس يبقى بلاس كام بلاس الواحد في الاي واحد يعني بلاس اي واحد. بعد كده جيت هنا بلاس ماينس يبقى بلاس الاي واحد زائد الاي تلاتة في مين? في الاتنين او. كل الكلام ده بيساوي زير. تعالى نزبط الايكوشن يبقى كده ناجت في 13 زائد اي واحد زائد اي واحد او معالش بقى ده في هنا اتنين. فالاتنين هتتأس. يبقى بلاس اتنين اي واحد. تمام? عشان بس نتنساش توزيع التو يبقى تو باي اي وان بلس تو اي وان بلاس تو اي ثري اكوال تو زيرو. تمام? طيب. بعد كده اتنين اي وان زائد اي 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 وان بتلاتة اي وان. مفيش اي تو بعد كده بلاس تو اي ثري ودي اي نحا التانية بالاي? بالبلاس. بالمنزر ده. خلاص. بقى عندك كم ايكوشن يا باشا? بقى عندك تلاتة ايكوشنز. تعالى دلوقتي حالا ندخلهم على الكالكليتر. طيب لما نيجي ندخلهم على الكالكليتر زي ما انت شايف هو. عندك اول حاجة بكام بواحد. يبقى طبعا بعد كده هكتب واحد. بعد كده اي اتنين يبقى دي ناجاتف ون. بعد كده تلاتة ناجاتف ون برضو. يبقى بعد كده زيرو. انزل السطر اللي بعده. عندك بكم بزيرو. يبقى هكتب هنا كده زيرو. عندك بكم بتو. بعد كده عندك بكم بعد كده الرقم اللي هناك ده بكم تلاتة اشر. انزل السطر اللي بعده. بتلاتة. الآي تو زيرو. مش موجود الآي تري بوستف تو. واخيرا تلاتة اشه. هتدوس اكوال. الاقامل اللي تطلعانها دي اي وان وآي تو اي تري. انا محتاج اجيب واي وان والآي تو. بص كده. ايكوال. يعني بخمسة ورقم التاني بستة. يبقى انا دلوقتي قدرت اجيب الاي وان والاي تو خمسة وستة طب كده يا شاباب بعد ان شوفنا على الكالكوليتر طلعت ان الاي واحد كانت بخمسة امبير وان الاي اتنين كانت بكام كانت بستة امبير طب ما كده المسألة تحلت ليه ما انا كده عرفت الاي تو ده بكام والاي وان ده بكام يعني اقدر اجيب الاي توتل ما كده الاي توتل بتساوي المجموع اللي دخل اللي هو ستة زائت خمسة ادينا كام طيب محلولة هو كان عايز مين? ده هو كان عايز الار توتل الار توتل بتساوي اللي هي كانت بتلتاشر تقريبا اه بتلتاشر تلتاشر على حداشر حساب على الاالحاس بحيط لعلك رقم بالديسمل تلتاشر على حداشر يعني بوينت وان ايت وان اوم يعني الاجابةways كان في الاخر هيا بس نكتبها بشكل منظم شوية يعني الاجابة Derekı Senf في الاخر يعني الاجابة letter a يبقى انا كده استغليت كرشوف ان انا جبت ال اي وان وال اي تو في مسألة طويلة عريضة وفي الاخر جبت ال اي توتل وبعد ما جبت ال اي توتل قدرت اجيب ال ار توتل عن طريق الرول بتاعنا اللي هو بتاع اومز اللي هو اصلا القديم. تمام? او بش او بش السؤال اللي بعد كده رقم تلاتة. بيقولي ماشي ماشي. طبعا حضرتك عارف يعني ايه كونسيوم دي باور. يعني i squared r وي تاخد البطاريات اللي هي مالها البطاريات اللي هيجين. كنا كلامنا عن السؤال ده قبل كده. بص كده. plus minus. plus minus. plus minus. البطارية اللي اسمها تلاتين دي مالها دي بتخرج كهربا فبالتالي دي كده بطارية ايه? lose. البطارية اللي اسمها فيبي داخل لها كهربا فبالتالي دي كده بطارية gain. يعني انا قدر اقول لك والله ان power consumed او power consumed بتاعي. بيساوي ايه? بيساوي. i squared r يعني ثلاثة سكوير في عشرة. plus. i squared r يعني ثلاثة سكوير في اربعة. plus i squared اللي هي هنا اهي. يبقى ثلاثة سكوير في ستة. بعد كده بلاس ايه? بلاس الاي في الفي بي بتاع البطارية اللي زمين فيهم بتاع البطارية جين. مين فيهم بالبطارية جين? اهي. يبقى اي في في بي. الاي اللي هو بتلاثة في الفي بي بالمنظر ده. الكلام ده كده كله هو قال لك انه بيساوي امتين وعشر. تعال بقى نسيمبليفاي الايكوشن دي ونجيب مين? نجيب الفي بتاعت الفي بي. طيب هاعمل ثلاثة سكوير ملتوبلاي باي تن. بلوس تلاثة سكوير ملتوبلاي باي فور. بلوس تلاثة سكوير ملتوبلاي باي سكس. تلاثة معي بمية وتمانين. يبقى مية وتمانين زائد تلاثة في بي. اكو الكام اكو ال den וعشر. يعني حضرتك دلوقتي المنتهج البسيطة ممكن تعمل ايه? ها. ممكن تقوم جايه كده. ومواد ال 1180 الحالتاني هيبقى دين وعشر نقص مية وتمانين. تديلك تلاتين. يبقى تلاثة في بي. بتساوي تلاتين. يبقى كده الفي بي بتاعتك بتساوي 10 فولت ان شاء الله يبقى كده الفي بي بتاعت البطارية بكم بعشرة فولت يبقى احنا كده عارفنا ان الفي بي بتاعت البطارية دي ب10 فولت المطلوب التاني الصراحة كان لذيذ كان بيقولك فخلص احنا عارفين ان انا بامسك نقطة A وبامسك نقطة B وبقوم شادة خط ما بينهم بالمنظر ده ونمشي واحدة واحدة طبعا هنمشي بيننا ادي بلاس ماينس وهكذا يبقى بلاس 3 فكام 3 فعشرة بعد كده بلاس عندي هنا بطارية بالناجاتف يبقى ماينس كام يبقى ماينس 30 بالمنظر ده بعد كده ريزيستنس باربعة يبقى بلاس 3 فاربعة بعد كده بطارية هو بالبلس يبقى بلاس بطارية بتان بعد كده بلاس 6 فكام 6 فتلاتة تعالوا نحسب الحزبة دي نشوفها تطلع بكام 3 فعشرة نقص 30 زائد 3 فاربعة زائد عشرة زائد ستة فتلاتة يعني هتدينا اربعين فولت يعني الاجابة بتاعتي هتبقى لتر كام اجابة بتاعتي هتبقى لتر سي اللي هي فورتي فولت تمام يا شباب يبقى كده الفي بي بتاعتي تطلعت بكام كده الفي بي بتاعتي تطلعت بستة والبوتينشيل ديفرنس تطلع باربعين نروح بعد كده للسؤال اللي بعده كويسشن نومبر كام كويسشن نومبر فور طيب كويسشن نومبر فور من الأسئلة الرائقة جدا ليه هو جايب لك الثلاثة اكويشن واحد اتنين تلاتة والإجابات عبارة عن رسمات شفت وصائع ازاي يعني الطبيعي المسائل الطبيعية بيجيب لك ايه بيجيب لك سيركت وانت اللي بتطلع الثلاثة اكويشن لأ ده هو الراجل اللي هيطلع لك الثلاثة اكويشن وانت بقى من خلال الرسمات المفروض ان انت ايه تكونفيرم ان انهي رسمة من دول ينطبق عليها الثلاثة اكويشن بص كده اول اكويشن اي واحد زائد اي اتنين بتساوي اي تلاتة تعال نجربها بص كده هنا ادي النودة هي داخل اي تلاتة وداخل اي واحد وخرج اي اتنين يبقى كده اي واحد زائد اي تلاتة بتساوي اي اتنين هل دي نفس الاكويشن اللي الراجل الدهاني لا اللي الراجل الدهاني اي واحد زائد اي اتنين بتساوي اي تلاتة فبالتالي كده اول واحدة بالنسبة لي من غير ما كمل غلط طب تعال هنا داخل i2 وداخل i3 وخرج i1 يبقى كده i2 زائد i3 بتساوي كام بتساوي i1 هل دي نفس الاكوشن للراجل الدهاني اللي جابنا هنا مش نفس الاكوشن للراجل الدهاني لان هو بيقول لك i1 زائد i2 فبالتالي دي غلط تعال عند اللي بعدها لو جيت تركز هنا هتلاقيه ان دي مظبوطة داخل i1 وداخل i2 وخرج i3 يبقى i1 زائد i2 بتساوي i3 يبقى كده اول ايكوشن صح ما تختارش الاجابة لتر سي ما تستعجلش طب ما لتر دي برضو نفس الكلام داخل اي واحد وداخل اي اتنين وخرج كام وخرج اي تلاتة يبقى كده اي وان بلس اي اتنين اقوال اي تلاتة يبقى انت كده في السليم يبقى انت كده تمام يبقى الاجابة لتر سي تنفع والاجابة لتر دي تنفع يبقى انا كده عملت تشيك على ايه عملت تشيك على اول اكويشن بالنسباني في اول اكويشن تمام تعال بعد كده نعمل تشيك على تاني اكويشن هو بيقولك ان خمسة اي واحد زائد اتنين ونص اي تلاتة بتساوي خمسة تعال نجرب الكلام ده بقى تحت تعال كده نجربه على الاخ ده انا بقوله احنا ممكن نلف كده بالمنظر ده زي ما هو عامل لك هوا يبقى اول حاجة خبطت فيه كام ناجاتف 5 اللي هي البطارية بعد كده الاي واحد مش عاكزه دلوقتي بلاس مينوس يبقى بلاس اتنين ونص في كام في اي تلاتة بعد كده جيت هنا اهو بلاس مينوس يبقى بلاس الخمسة في الاي اتنين كل الكلام ده بيساوي زيرو هتودي الخمسة النحية التانية بقت الاي كويشن بتاعتك خمسة اي اتنين زائد اتنين ونص اي تلاتة بتساوي الخمسة الاي كويشن دي اللي انا طلعتها عايزين بقى نشوف هي نفس اللي اهم طلعها ولا لأ ركز كده معي اللي هو امطلعها خمسة اي واحد زائد اتنين ونص اي تلاتة بتسوي خمسة بس انت امطلعها كام انت امطلعها خمسة اي اتنين انت امطلعها خمسة اي اتنين اما عايش احنا عملنا غلطة هنا دي اي واحد دي اي واحد غلطة من عندنا هنا معلش اي واحد اي احنا طلعناها صح الحمد لله يبقى كده بص لو رجعنا تاني للسؤال او خمسة اي واحد زائد اتنين ونص اي تلاتة بتسوي خمسة يبقى انا كده عملت التشيك على الاكويشن التانية تعالي بقى بالمرة نشوف الاكويشن التالتة هتوثبت معنا ولا لأ يعني تعالى مثلا نمشي في اللوب هو وعملها لك بلون اللازر اهو بالمنظر ده يبقى كام يبقى ناجاتف توينتي فايف بعد كده نيجي هنا بلاس ماينس يبقى بلاس اتنين ونص من الاي تلاتة بعد كده نيجي هنا اهو يبقى بلاس ماينس يبقى بلاس كام بلاس سبعة ونص في الاي اتنين كل الكلام ده بيساوي سيرو يعني كده قدر اقول لك انه سبعة ونص اي اتنين زائد اتنين ونص اي تلاتة كلام ده كده كله بيساوي 25 بالمنظر ده طب هل دي نفس الاكويشن اللي هو كاتبها لي اهو بص كده سبعة ونص اي اتنين زائد اتنين ونص اي ثلاثة بتساوي خمسة وعشرين فانا كده عملت confirm على الإكوشن الثالثة يبقى مين في السيركتز دولت بيساتصفى الثلاثة إكوشنز مع بعض الإجابة لتر كام الإجابة لتر سي تمام؟ هنسألهم مبنية بس على ايه التجربة تعالوا نوع بعد كده لسؤال رقم خمسة بيقولك ايه هنا الراجل؟ بيقولك والله لو انا زودت الفاليو بتاعته الار وون ايه اللي يحصل للكونسيوم دي باور عند الار ثلاثة للوهلة الاولى يبني ان السؤال رخم او صعب بس انا قلتلك قبل كده لما تلاقي فيه أنونز كتيرة حاول تختار لوب يكون فيها بطاريتين عكس بعض بص كده اللوب دي دي لوب جميلة جدا دخل كده معا لو احنا مشينا مثلا كلوك وايس او مشيت كلوك وايس طبعا دي ناجاتف بوسط يبقى كده ناجاتف الاي واحد في مين ناجاتف الاي واحد في الار واحد بعد كده بلاس ايه بلاس في بي بعد كده جينا لتحته يبقى ماينس ايه ماينس في بي بعد كده ادي بلاس ماينس يبقى بلاس الاي ثلاثة في مين في الار ثلاثة كل الكلام ده بيساوي زيرو ليه عملت كده عشان اطير الفي بي مع ناجاتف في بي فبالتالي كده ناجاتف اي ون في الار ون زائد الاي ثلاثة في الار ثلاثة كلام ده بيساوي كم بيساوي زيرو طب ما انت ممكن تودي ممكن تودي الاخ ده النحية التانية فبالتالي يبقى عندك ليش هم بتقول انه i1 فr1 بتساوي كم؟ بتساوي i3 فr3 ايه بقى اللي بيحصل عندك واحدة واحدة انت دلوقتي عايز تعرف ايه اللي يحصل في ال consume the power اللي عند الر3 consume the power هنا مفروض ان هي بتساوي i2 في مين؟ i2 في الر3 يبقى احنا عايزين نعرف ايه اللي يحصل لل i3 الباور بتاعك بيساوي i32 في مين؟ في الر3 كده كده ال r3 بتاعتك دي ملها كده كده ال r3 بتاعتك دي سبت حدش جناحيته احنا بعايزين نعرف ايه اللي يحصل لمن؟ لل i3 ماشي هوا بقى بيقولك ايه الراجل؟ بيقولك ان r1 دي زادت حلوة اوي طب لما r1 تزيد وانت عارف ان r3 سبت يبقى ايه اللي يحصل لل i3؟ i3 يا كمان لازم تزيد عشان لو left hand side زاد يبقى لازم right hand side ماله يزيد عشان ببنهم علامة اكول يبقى انا كده عرفت ان ال i3 ده ماله زاد يبقى ال power بتاعي زاد يبقى تاني يا شباب انا عملت ايه في المسألة؟ اولا انا اخترت اللوب الصح انا اخترت اللوب الصح اخترت اللوب اللي اعملها اللوب اللي فاق بطريتين عكس بعض عشان اسهل على نفسي لو حد اختار اللوب تاني على فكرة انت ممكن تحل المسألة في الاخر وتوصل لنفس النتيجة بس رباني يعينك بقى في كمية ال annons وكمية ال equations نزل انت دخلت نفسك عليها ماشي؟ فبالتالي انا اخترت اللوب دي طيرت ال vb مع ال vb اكتشفت في الاخر ان i r1 بتساوي i3 في ال r3 انهي i اللي انا قصد عليها دي اللي هي ايه؟ اللي هي i1 تمام كده يا شباب؟ فلو ال r1 زادت يبقى لازم قصادها ال i3 تزيد فبالتالي لو i3 زادت ال power بتاعي هو كمان هيزيد طيب يا شباب السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 6 من الاسئلة الجميلة جدا بطاريات الثلاث بطاريات دولت زي ما انت شايف كده بيقولك ان هما يعني كده انا فهمت ان ال r الصغارة بتاعتهم بكم بزيرو وعندي شوية لومت نتوصلين بالطريقة دي واللومت دي كلها يعني انا واحدة من دولت هتكون عندها اضاءة عالية وعندها باور اعلى من غيرها مبدانا وطالما قال لي ان كل اللومت دولت فانا ممكن دلوقتي من حق اقول مثلا ان دي r ودي r وهنا برضو r وهنا برضو كام r طب بعد كده عايزين نشوف البرانش اللي مسيطر على برانش ال current اللي مسيطر على برانش برانش ممكن مثلا نفترض ان ال current اللي هنا ده اسمه i1 بعد كده اتقسم هنا كده ده باسمه i2 بعد كده اتقسم هنا باسمه كام باسمه i3 تمام يبقى كده اتجاهات ال current positive negative وهنا كده positive negative وهنا كده اهو positive negative positive negative تعالي بقى نشوف اللوپ اللي انا هختارها انا عن نفسي بقول نختار اللوپ الكبيرة خالص عشان اسهل على نفسي وتبقى اللوپ الكبيرة خالص دي مفيهاش غير كام ان نون مفيهاش تقريبا غير ال i2 وال i3 تمام ركز كده معيشو فالله يحسن لو قررنا هنمشي anti clock wise بالمنظر ده يبقى اول حاجة خبطت فيها بلاس ال i2 في ال r بعد كده برضو بلاس ال i2 في ال r بعد كده ادي بطارية هي يبقى بلاس مين بلاس ال vb بعد كده جيت هنا يبقى minus ال i3 في ال r بعد كده بطارية من هنا يبقى minus كام minus vb الكلام ده كله بيساوي 0 لو خدت لي بالك كده ال vb هتطير ال negative vb وعندك plus i2 r plus i2 r يبقى كده تبقى 2 i2 r minus i3 في ال r يعني من الكلام ده طعم بيساوي كام بيساوي 0 يعني من الهقك تقول ان i2 i2 في ال r equal i3 في ال r طب ما انا دلوقتي ممكن اطير ال r مع ال r يعني طلع دي ريليشن بتقول ان اتنين i2 بتساوي مين بتساوي ال i3 ودي ريليشن مهمة جدا 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 طيب في ريليشن تاني مفروض ان انا جيبها دلوقتي عند النوت دي مش اللي داخل قد اللي خارج يعني المفروض ان i1 ده بيساوي اللي خارج اللي هو i2 زاد ال i3 انا بقى عرفت خلاص ان ال i3 دي بتساوي كام بتساوي اتنين i2 يبقى كده ال i1 بتساوي i2 plus i3 اللي هي 2 i2 يبقى كده ال i1 بتاعتي بتساوي كام بتساوي 3 i2 خلاص تعال بقى كده نرسل معلومات بتاعتنا يبقى انا دلوقتي عندي كارنت اسمه i1 ال i1 ده عبارة عن كام عبارة عن اتنين i2 وعندي كارنت اسمه i2 وعندي كارنت اسمه i3 اللي هو عبارة عن كام اتنين i2 او فيه غلطة هنا معلش فيه هنا دي 3 معلش ال i1 عبارة عن 3 فانا مما اجا ركز كده مين في دولة اعلى كارنت اكيد تلاتة i2 اللي هي i1 طيب سؤال هو مين اللمبة اللي ماشي فيها i1 مين اللمبة اللي ماشي فيها i1 اللمبة اللي اسمها كام اللمبة اللي اسمها k اهي يبقى دي هيكون عندها اعلى اضاءة يبقى تاني يا شباب انا حدلت السؤال بابسط طريقة ممكن تحلها به مش هدخلك في كلاكيع ودخلك في اكويشن ستفضل ايه محتاس انا اخترت اللوب الكبيرة دي خالص عشان البطاريتين طياروا بعض وطالما البطاريتين طياروا بعض عرفت ان خلاص الريديشن بتوين ال i2 والi3 ان ال i3 بيتساوي دبل ال i2 وقمت معاعد في اكويشن الكيس ال فجبت التلاتة current in terms of i2 فبالتالي اعلى current فيما يكون اعلى اضاءة يعني اللمبة اللي اسمها k هتكون اعلى لمبة من حيث الاضاءة تمام يا شباب طيب تعلم بص بقى هنا بيقولك ان انا عندي 3 identical light bulbs وبيقول ان مرة المفتاح كان مفتوح مرة المفتاح كان مقفول وعايز يعرف بقى ان لا يحصل بتاعة اللمبة اللي اسمها ايه بتاعة اللمبة اللي اسمها x طيب يا سيدي تعالي تشوف ان لا يحصل so when opening the switch ايلا هيحصل ركز كويس جدا لو انا فتحت المفتاح بالمنظر ده يعني الجزء اللي في النص ده خلاص ما بقاش موجود هتلاحظ ان السؤال بعد ما حلو هيبقى عبيد جدا بالنسبة لك اهو شيلت كل الكلام ده طب بص السيركت بقى تعمل ازاي اهو عندك بطاريتين عكس بعض اه طالما عندك بطاريتين عكس بعض يبقى ال i total بيساوي ايه بيساوي zero اش معنى بطاريتين عكس بعض طالما البطاريتين عكس بعض يبقى انت بتعمل الكبير مينس الصغير كده كده اللي اتنين عكس بعض واللي اتنين equal dvb و dvb فبالتالي ال vb total بزيرو طالما ال vb total بزيرو يعني كأن البطاريتين دول اتخلصوا على بعض يبقى ال current اللي معد هنا بكم i equal zero يبقى ال brightness بتاعة تكملها vanishes تمام رح لرقم تمانية من الاسئلة اللذيذة برضو مديك ال potential difference بتاع نقطة a و b و d نقطة a ايه لك الناب كام بخمستاشر فولت نقطة b ايه لك الناب كام بعشرين فولت طب نقطة d ايه لك الناب كام بخمسة فولت طب ركز كده معي مش انت عارف ان اللي داخل هنا ايه اتنين والداخل هنا اي واحد يبقى اللي خارج هنا مثلا ايه تلاتة فتقدر تقول ان اي واحد زائد اي او بلاش اي واحد زائد ايه تنين بيساوي كام بيساوي اي تلاتة طب هو اي واحد ده عبارة عن ايه ركز معي اي واحد اللي داخل من هنا عبارة عن عشرين نقص بتاع النقطة اللي اسمها دي يبقى على الريزيستنس اللي هي بلس الاي اتنين اللي هي خمستاشر ناقص كام? خمستاشر ناقص بتاع السي. خمستاشر ناقص بتاع السي. على كلام ده كده كله بيساوي. خلي بقى لك هنا بقى الكهرباء خرجة من يبقى مينس خمسة فولت على اللي هي بون. بقى انت بالنسبة لك كده المسألة خلاص. بقى فيها كم قنون? بقى فيها قنون واحد اللي هو مين? اللي هو الفي سي. عشان مش هدخلك في ماذ هقول لك احسابها شيفت سولف. حسابها ايه? شيفت سولف. لانا ما فيش اقناقل القنون واحد في المسألة. اوريك دلوقتي ازاي تحلها بطريقة الشيفت سولف. طيب الشباب بتعطيها شيفت سولف. عندك او توينتي ماينس في سي. انا هافترض ان في سي ده القنون بتاعي. وليكن مسلا هنسميه باكس. فتيجي انا كالكليتور تكتب توينتي ماينوس. عايز اكتب انا بقى القنون ده اقول لوا الاكس. هدوس على كلمة الفا. بعد كده الاكس دي. على مين? على خمستاشر ناقص الفا اكس على خمسة. ده المنزل ده. بعدين ادوس كلمة الفا ودوس على كلمة عشان يعمل لي علامة الاكول. بعد كده نكمل الفا اكس مينس فايف على واحد. بعد كده ادوس شيفت سولف اكول. هيطلع للفاليو بتاع تلع بكم? تلع بعشرة فولت. طيب بعد ما حسبنا يا شباب زي ما انت شفت كده في تلع معي بكم? بعشرة فولت. الشباب بقى علم الرياضة ربنا قويهم يحاول هم يحسبوها ايه? بالماث ويستنتجوها. تمام? طيب يا شباب السؤال اللي بعده رقم تسعة. سؤال برضو مش صعب. محتاج بس تركيز في النود اللي انا باخدها. لو مسكت مسلا النود دي. واضح ان داخل من هنا كده تلاتة. بعد كده خرج اتنين. وخرج اربعة. وداخل من هنا كام اي واحد. فاقول الا ايه اكوال اوت. يبقى اي واحد زائد تلاتة. بتساوي اربعة زائد اتنين. يعني كده اي واحد زائد تلاتة بتساوي ستة. يبقى اي واحد بتساوي كام? بتساوي تلاتة. يبقى احنا كده خلاص متفقين ان اي واحد تلك بكم? اي واحد تلات بتلاتة امبير. تعالنا نطبقي الكلام ده عند النود اللي فوق. داخل سبعة امبير. داخل اربعة امبير. يبقى خارج كم? هه? سبعة زادة اربعة. يبقى خارج حداشر امبير بين? اه. يبقى خارج حداشر امبير. وكده احنا جبنا قيمة الاي اتنين تلعت بحداشر امبير. هو كان عايز مين? اه ده. هو كان عايز الريشو. يعني تلاتة على احداشر. يبقى الاجابة الصحة بالنسبة لي هي لتر كام? هي لتر دي. نروح للسؤال اللي بعده. برضو كان عايز على اي تو. دعا نركز وفين الاي ون وفين الاي تو. ركز معا كده. لو لما يدخل هنا كده اتناشر. طلع فوق تمانية. يبقى يدخل هنا كام? اتناشر ناقص تمانية. اتناشر ناقص تمانية باربعة. يبقى داخل هنا كده اربعة امبير. طب تعالى فوق. التمانية جات هنا كده وتقسمت. اربعة. يدخل هنا كام? يدخل هنا اربعة. جميل. طب الاربعة داخلين هنا. راح منهم اتنين هنا. يبقى ينزل تحت كم? ينزل تحت تنين. ماشي? كل ده كلام جميل. وبعدين تعالها هنا. عندي هنا اتنين امبير. طب اتنين امبير داخلين. وخرج اربعة مفروض يبقى يبقى داخل من هنا اتنين امبير. طب خدت بلك من حاجة خلاص النوت دي دلوقتي اتحلت. ليه? عملة زي البازل بالزبط. خارج من هنا كده اتنين امبير. وخارج من هنا كده تلاتة امبير. يبقى داخل كام? يبقى داخل خمسة صح ولا صح ولا غلط يبقى كده الاي اتين بتساوي كم بتساوي خمسة امبير طيب تعالى بعد كده نبص مثلا على النود دي داخل اربع امبير داخل اتنين امبير وخرج خمسة يبقى هنا مفروض يخرج كم ها بص كده معاي يعني اربعة زائد اتنين بتساوي خمسة زائد مين زائد اللي انا عايز اجيبه هنا يبقى كده ستة بتساوي خمسة زائد اي يبقى دي بتساوي واحد امبير يبقى اللي جاية هنا بواحد امبير طب خدت بالك ان واحد امبير مع اربع امبير يبقى بكم مجموعهم يعني خمسة امبير فانا كده جبت برضو بخمسة امبير يبقى خلاص يا شباب كده انا اتطمنت ان ادقيته فرش ما بينهم هتطلع تمام يا شباب طب يا شباب بنروح بعد كده للسؤال طيب يا شباب بنروح بعد كده للسؤال لكم حداشر هو عايز بتاع تعال بقى ركز هنا كده معايا كواس جدا داخل من هنا كده اربعة امبير وخرج ستة امبير يبقى المفروض كان يبقى داخل هنا كام كان مفروض يبقى داخل هنا اتنين امبير ماشي اه انا سحر مستفدناش حاجة ماشي تعالى مسلا نطبق فين عايزين بس نقطه يكون فيها حاجة انا عشان نجيب الحاجة التالتة على سبيل المثال لو جينا عند النقطة دي داخل من هنا كده اربعتاشر خرج اربعة وخرج من هنا كده انت انا معرفوش وخرج من هنا اي تو انا ستيل برضو ما استفدتش حاجة ماشي تعالى عند النقطة دي خرج اربعة معرفش برضو ايه اللي حصل بس لقيت ان داخل من هنا كده اربعة اهو داخل من هنا كده اتنين وداخل من هنا i1 وداخل من هنا كام 6 امسك في النقطة دي على طول يبقى النقطة دي هي اللي تحليني المسألة لان هو كان عايز الفاليو بتاعة i1 هقول له يا باشا اللي داخل قد اللي خارج هو مين اللي داخل قد ال i1 مين اللي داخل قد 6 امبير يبقى i1 زائد 6 امبير طيب مين اللي داخل كمان هو كام 2 امبير مين اللي داخل كمان 4 امبير طب هو اللي خارج اللي هنا اللي هو ال i2 تلاصل اللي هو ب14 الكلام ده كله بيساوي 14 طيب ما كده I1 بلس 6 و 14 زائد 2 12 equal 14 يبقى I1 بتساوي كم؟ بتساوي 2 أمبير اللي هو كان عايزها يعني الإجابة بتاعتيا تطلع لتر T ما طلبش مني هو الراجل I2 كان راجل ايه محترم في السؤال ده طيب السؤال اللي بعده يا شباب سؤال رقم 12 ده كان من أسئلة الفاقين المستشار أحمد برك كان بيحلها ليلة اللي متحان السنة اللي فاتت تعال نشوف السؤال ده للفاقين ليه وإيه تركها اللي فيه مبدأين كده شكل السؤال يزعل شكل السؤال مش حلو عندك 3 أميتر وهو عايز الإراءة بتاعتها 3 أميتر وانت مش عارف تتصرف انت كل معلوماتك في الحياة انت غلبان كل معلوماتك ان الأميتر كأنها سلكة فاضية برضو دي ما فدتكش بأي حاجة ركز كده معايا لو ركزت وتنحت كده وتنحت كده دقتين هتلاحظ ان الفارع ده هو هو الفارع ده بالزبط بنفس الريزستنس بنفس اتجاه البطارية عارف ده معناته ايه ده معناته المجهود اللي انا محتاجه عشان اعدي من النقطة دي لغاية ما اروح للنقطة دي هو هو بالزبط نفس المجهود اللي انا محتاجه عشان اروح من النقطة دي للنقطة اللي هناك اشمعنا الاتنين اكوال عشان خاطر عندهم نفس الريزستنس ونفس البطارية بنفس اللي تجاهت يبقى محتاجين نفس الجهد ونفس المجهود يبقى انا كأني ضعيات هنا مثلا فولتج اسمه V وهنا برضو ضعيات فولتج اسمه V عارف ده معناته ايه طالما هنا V وهنا V يبقى الاميتر 2 ده اريته كم وانا مغمد عيني اريته بزيرو يبقى انا كده جبت اول اريته 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 تلع بزيرو اللي هو ال I2 يبقى الاجابة يا ام دي يا ام دي ماشي تعال بعد كده بقى نشوف هنجيب اميتر اللي هو I1 و I3 هنجيبهم ازاي طبعا خلاص انت دلوقتي فهمت معايا انها يكون فيهم نفس الايه نفس الكارنت يعني هقول مثلا ان خارج من هنا كده I وخارج من هنا كده I طيب بص بقى البط بتاعي بقى عمل ازاي الكهرباء تيجي كده 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 خلاص مش هتعدي تحت وتكمل كده 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 اهو بكم بقى I بعدين تيجي عند النقطة دي نفس الكلام برضو الكهرباء اللي هنا اللي اسمه I هتفضل مكملة بالمنظر ده اهو بقى I وتيجي تجمع عند النقطة دي وتدخل هنا بكم وتدخل هنا باتنين I طب اشمعنا قلت ان دي I ودي I عشان خلاص احنا فهمنا ان البرانش ده زي البرانش ده بالزبط فبالتاني انا افترضت ان دي I والتانية برضو بكم بقى I طيب تعالى بعد كده بقى نأبلاي الرول بتاعة KVL في اي نوت بالنسبالي او اي لوب بتاعي جبني ممكن مثلا أبلاي على اللوب دي كده اهو شايف اللوب دي كده تعالى نشوف KVL بيقولنا ايه همشي clock wise تعالى سيدي نمشي anti clock wise يبقى اول حاجة خبطت فيها بطارية بعد كده plus 2 I في كام في الريزيستنس الياه بواحد بعد كده قدي بلاس ماينس يبقى بلاس كام يا باشا يبقى بلاس واحد في ال I لوحدة بعد كده بطارية ماينس فور كلام ده كله بيساوي زيرو طب خدت بالك ان 3 نقص 4 بناجاتف 1 بعد كده 2 I زائد I بكم 3 I يبقى كده 3 I بتساوي 1 يبقى الاي بتاعتي بتساوي 1 على الثلاثة أمبير وانت عارف ان كده كده اميتر 1 هيقرأ نفس الاراية بتاعت اميتر 2 يعني هيبقى 1 over 3 وزيرو و1 over 3 وان ده كده الاميتر الاولاني وده الاميتر التاني وده الاميتر التالت يبقى يا شباب السؤال زي ما قلنا فكرته كلها بسيطة ان انت تاخد بالك من البرانشين دولت هعملهم لك تاني للمرة الأخيرة البرانش اللي انا هعملوا لك باللون اللازر اهو البرانش ده كده والبرانش اللي باللون البرتقاني اللي هو البرانش ده ال 2 branches دولت عندهم نفس الريزيستنس ونفس البطاريات بنفس الاتجاهات فبالتالي هيستهلكوا نفس المجهود وهيعد فيهم نفس الكارنت فسميت ده I وده I بعد ما عملت الحركة دي اكتشفت ان خلاص الاميتر اللي في النص ده هيقرأ زيرو لانهما بقى ما بين طرفين عندهم نفس النقطة عندهم نفس الفولتش فبالتالي ما فيش potential difference فما فيش كهرباء هتعدي فيه فالكهرباء كملت 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 وبعد كده دخلت على البطارية اللي اسمها 3 فولت بكان باتنين I لان هي I زائد I عند النود اللي فوق بالمنظر ده عند النود دي كده كان داخل I وداخل I يبقى خرج كملت تحت يبقى خرج اتنين I نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي الفوق كان سؤال عنيف شوية السؤال اللي تحت برضه كان سؤال موجود في الاسئلة بتاعة الطالبة الفائقين السنة اللي فاتت بيقولك الراجل ان قراية الاميتر بـ 0.3 فانت المفروض راجل عارف لو قراية الاميتر ده كده 0.3 فانت اول حاجة بتعملها من غير باتفكر هتلي المعلومة التالتة معاك معلومتين يعني معاك I ومعاك R هتلي ال-V يبقى 0.3 في 8 تديلك كام تديلك 2.4 يبقى كده الفولت اللي تجير تحت هو كمان بـ 2.4 فولت طب تعالى نجيب الكرنت اللي هنا يبقى كده 2.4 على 24 يعني 0.4 يعني 0.1 يبقى الكرنت اللي هنا 0.1 امبير يبقى ال-I total اللي داخل هنا بكام 0.3 زائد 0.1 يعني 0.4 امبير يبقى 0.4 امبير هو ده الكرنت اللي كان معدي هنا ماشي أهلا وسهلا طيب وهو كان بيقولك ان ال-I total بـ 2.4 يعني اللي كان داخل من هنا بـ 2.4 امبير طب لما ينزل تحت 0.4 يبقى طالع فوق كام؟ يبقى طالع فوق 2 امبير موضوع منطقي عشان خطر اللي داخل قدل اللي خرج يبقى انا كده بعد واجع القلب ده كله انا قدرت اجيب ال-Current اللي فوق وال-Current اللي تحت تمام زي الفل جدا تعالي بعد كده اقول لك على تركاب بسيطة خلينا نعمل ونشيل التمانية مع ال-24 دي دلوقتي عشان اعمل بس ال-Current ويبقى شكلها كويس في العملت الحركة دي هي 8 في 24 على 8 زائد 24 عايزين نشوفها تطلع بكام؟ اهو يبقى 8 في 24 على 8 زائد 24 تلعوا معي بكام؟ بستة اوم يبقى انا من حق ان انا اشيل الكلام ده واكتب هنا resistence بكام؟ بستة اوم طيب عندي بعد كده تسعة وستة سيريس مع بعض يعني اشيله مكتب بدلهم كام؟ خمستاشر اوم انا اللي بعمله ده عشان خاطر اسهل على نفسي يبقى resistence بتاعت ال-Branch اللي تحت بكام؟ بخمستاشر اوم انا بعد دلوقتي عايز ال-Value بتاعت ال-VB اللي فوق فهضطر امشي كارشوف KVL يعني هاخد اللوب دي كده بالمنظر ده حلو كده؟ تمام تعالينا الليب فيها cd clock wise يبقى اول حاجة خبطت فيها ايه؟ post VB بعد كده جيت هنا اهو يبقى minus plus يبقى minus مين؟ minus 15 في ال-current بتاعه اللي هو 0.4 بعد كده كملنا بقية اللفة يبقى خبطت في كام في negative 6 بعد كده اهو plus minus يبقى plus ثلاثة في كام في اتنين equal to zero تعالي بقى نحسب تعالي نحسب يبقى ناجاتف خمستاشر في zero point four مينس ستة بلس تلاتة في اتنين كل الكلام ده اداني ناجاتف سيكس يبقى كده VB نقص ستة بيساوي زيرو يبقى ال-VB على طول بكم؟ بستة فوقت يبقى الاجابة بتاعتي طلعت كام في الاخر طلعت لتر سي فسؤال لذيذ مش صعب؟ محتاج بس انت تقمى مركز بعد ما تجيب ال-current بتاع ال-ameter اللي فوق اللي تحت تعرف تجيب ال-I total وتجيب ال-2 امبيرا اللي ماشيين فوق وبعد كده تمشي KVL عادي جدا تمام؟ روح للسؤال اللي بعده بيقولك ان انا عندي 3 identical batteries 3 لهم اه 3 بطاريات without internal resistance جميل and the two identical light bulbs وعايز يعرف ال-ratio between their consumed power between their a their consumed power طب انا هافترض معاك الفرد التاني هقولك والله هليت مثلا ان ال-current اللي خارج من هنا كده اسمه i cam اسمه i 1 ولا داخل هنا كده اسمه i 2 ولا داخل هنا كده اسمه i cam اسمه i 3 بعد كده تعالى ناخد مثلا اللوب اللي هنا كده شايف اللوب دي خدت اللوب الجميلة دي هي اللوب دي لو انا لفيت فيها تبقى عبارة عن ايه هارفي فيها مسلا كده او يبقى plus minus يعني حسف طبعا هم identity فدي ار ودي كام ودي ار يبقى plus i 2 في ال-R بعده اجي هاجي هنا يبقى minus كام هفصلت ان دي vb يبقى minus vb الكلام ده كده كله بيساوي 0 هلو الكلام يبقى vb equal i 2 في ال-R خليها كده على جنب ماشي تعالى ناخد اللوب اللي تحت ونشوف ايه اللي هيحصل تعالى ناخد اللوب اللي تحت كده اهو دي برضو vb ودي bvb ودي bvb اخذنا اللوب اللي تحت بالمنزر ده اهو تعالى بقى اللفة اللفة بتاعتنا يبقى اول حاجة خبطت فيها بطارية بوسط vb بعد كده جيت هنا برضو بوسط vb بعد كده ادي اللوبة بتاعتي plus minus يبقى plus i 1 في من في ال-R بعد كده minus vb كل الكلام ده بيساوي 0 طب vb plus vb باتنين vb minus vb plus i 1 في ال-R يبقى كده بقى كده بقى عندي كده بقى عندي دلوقتي الناجتف ده بس ايه فرق direction يعني اللي داخل كان مفروض يبقى خارج طب وقى كان عايز ال-power بتاع ال-x وال-power بتاع y وانا اكتشفت ان i2 اللي هو ماشي في ال-x بيساوي نفس ال-current اللي ماشي في ال-y اللي هو i1 اهو مش ال-i1 add l-i2 فبالتالي كده ريش في ال-pright نستطلع one over one عشان الاتنين عندهم نفس الايه الاتنين عندهم نفس ال-current تمام سؤال رقم 15 او ما اعتبرش كيرش في اول صراحة ممكن نحلو بقى مزلو عادي فكرة بس كلها ان انت طلقت ان الفولتوميتر ده كده ولا كأنك شايفه في اللحظة الاولى يعني كأنك مش شايف الفولتوميتر ده شيلو خالص من حياتك ركز كده معي البطارية خرجت كهرباء الكهرباء جاية كده 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 وهتتأسف والله ال-branch الاولاني مشي كده 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 حلو ومشي في كام مشي في i1 وال-branch التاني مشي باللون اللي اخدر هو 10 اوم لغاية ما واصل هنا والاتنين الجمعوا تاني طبعا ال-branch اللي باللون اللي احمر ده لو خدت بالك 1 زائد 2 زائد 5 زائد 2 يطلع بكم 10 اوم وال-branch اللي باللون اللي اخدر بكم هو كمان 10 اوم فبالتالي كده ال-r total بتاعتك بتساوي 5 اوم طب نعرف نجيب ال-i total طبعا نعرف نجيب ال-i total يبقى كده ال-i total بتساوي كام يا باشا بتساوي ال-v باللياب 30 على ال-r total اللي هي ب5 يعني 6 ايه 6 امبير طب لما 6 امبير داخلين هنا هيتقسموا ازاي طبعا انت خلاص عرفت ان ال-branch الاحمر زي ال-branch الاخدر يعني هيدخل هنا كده ان شاء الله 3 امبير ويدخل هنا كده كام 3 امبير كلام محترم تعالى بقى نرجع الفولتميتر تاني عشان نعرف الفولتميتر ده متوصل ما بين مين ومين والله الفولتميتر ده متوصل ما بين نقطتين ادي النقطة دي والنقطة دي حلو يعني لو هو عايز يقس الفولتج يقس الفولتج بتاع الجزء ده كده اللي هو اللي حواليه طب الجزء ده عبار عن ايه i-r current اللي هنا بتلاتة امبير يبقى انت اللي عايز تحسب قرية الفولتميتر طبعا عندك 3 في 5 زائد كام 3 في 2 او مكنتم ممكن تنجز على طول وتجمع الخمسة زائد الاتنين عشان هما سيدس بكده 15 زائد 6 يديك 21 فولت اللي هي الاجابة لتر كام اجابة لتر بي تمام يا شباب ده كده كان بالنسبة للاول 15 سؤال في اسئلة الهارد هنوقف لغاية هنا ويكون ده كده وبعد كده نكمل بإذن الله في اخر جزء معنا في بقية الاسئلة المنبقية في الهارد في بارت نومبر 3 اتمنى ان انتوا تكون استفدتوا وفهمتوا الحاجات اللي واقفة معكم اشتركوا في القناة